الاهلي في مواجهة ريال مدريد بعد ساعات سجل يا تاريخ ساعات وتنطلق مباراة القرن بين الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للاندية شرف كبير ان يلتقي فريق مصري عريق مثل النادي الاهلي فريق ريال مدريد اعظم فريق في الكون على مر كل العصور وفي مباراة رسمية ننتظر الاهلي المشرف الكبير لا ننظر للنتيجة ولكن ننظر لروح الفانيلا الحمرة اللي كانت فايصل دايما في أصعب المباريات بنحلم ونتمنى وعارفين ان في الاهلي 11 راجل في الملعب هيشرفونا ان شاء الله قولوا يا رب يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النادي الاهلي في مواجهة ريال مدريد بعد ساعات شكرا للنادي الاهلي اللي خلينا النهاردة وامبارح واول امبارح واول اول امبارح نتحدث عن مواجهة بين فريق مصر عريق كبير تاريخي في مواجهة اعظم فريق على مر كل العصور فريق ريال مدريد يا رب يا رب الاهلي يعملها حلمه حلم مشروع حلمه حلم جاز ان شاء الله النادي الاهلي يعملها الفارق كبير طبعا الفارق كبير في الامكانيات الفنية الفردية ولكن في التاريخ الاهلي كبير بتاريخه زي مريال مدريد كبير بتاريخه الرؤوس متساوية في الحتة دي على مستوى الامكانيات الفردية طبعا طبعا في فرق كبير فرق كبير عشان حجم المنافسات اللي بيلعب فيها ريال مدريد أسعار اللاعبين فرق كبير بين الكرة الاوروبية والكرة الافريقية فرق فيه فرق مش بس فرق بين ريال مدريد كفريق والاهلي فيه فرق في كل ده بس كل حاجة واردة طبعا الحلم وارد طبعا فكرة انه وعجبني جدا مارسي كولان النهاردة في تصريحاته انه ريال مدريد أكيد مش هيتأثر بالغيابات واحنا كمان لازم نبقى فاهمين ده يعني ريال مدريد لو غيب عنه بنزيمة وميليتاو وتيبو كورتوة وإيدن هزار هو برضو الفريق اللي لسه عنده توني كروز وعنده لوكا مودريتش وعنده فالبردي وعنده رودريجو وعنده فينيسيوس وعنده روديجر وعنده ديفيد ألابا عنده عنده نجوم لا تحصى ولا تعد عنده كل واحد من دول كافيل انه يشيل فرقة بس احنا معتمدين على ايه؟ معتمدين على لعيبة النادي الأهلي الرجالة معتمدين على لعيبة النادي الأهلي اللي إمكانياتهم محترمة برضو احنا مش هنتعامل برضو انه لعيبة النادي الأهلي بتعافش تلعب كورة ولعيبة النادي الأهلي هم اللي بيعرفوا لعبوا كورة لا احنا عندنا إمكانيات هي فرقة بس خبرات ومنافسات وخلافه بس فيه إمكانيات عند النادي الأهلي في روح مشهور بيها النادي الأهلي روح الفنالة الحامرة في تاريخ كبير جدا مسنود عليه النادي الأهلي في جماهيرية عظيمة عندها الرغبة والحلم إن النادي الأهلي حقق الفوز نادي الهلال النهاردة نادي الهلال السعودي نادي العظيم عمل أداء رائع جدا أمام فلمانجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وفاز عليه النهاردة 3-2 في مباراة رائعة للهلال بداية كده ألف مليون مبروك لنادي الهلال الوصول لنهاء كأس العالم للأندية كثالث فريق عربي يصل لهذه المرحلة بعد فريق الرجاء المغربي وفريق العين الإماراتي وإن شاء الله بكرة النادي الأهلي يكون طرف النهاء التاني علشان تبقى مواجهة تاريخية رائعة كلاسيكية كبيرة بين النادي الأهلي ونادي الهلال السعودي يا خبر على الحلم الحلو ده الأهلي والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية يا الله يا خبر على الحلاوة نهاردة الهلال عمل مباراة كيف مباراة ممتعة مباراة لفريق كبير قوي خد بالك اللي بيفرج على الهلال السعودي الهلال عنده فرقة سئيلة قوي فرقة مش أقل من فرقة أوروبية فرقة تقدر كمان تعمل ضعف الأداء ده يعني هم أداءهم رائع لكن التشكيلة السكواد بتاع الهلال مرعب مرعب شبه مش شبه كمان ده في بعض الأحيان أفضل من فرق أوروبية كثيرة التشكيلة بتاعت الهلال معهم مدرب كبير طبع نامون دياز فالهلال النهارده ممتع وشرف كل العرب كعادة الهلال السعودي عمل أداء محترم وأداء كبير واستحق الفوز على فلمانكو البرازيلي تتكلم في بطل أمريكا الجنوبية فريق برازيلي زي ما الأهلي عمل سانفاته الأبلاء قدام بالمراس البرازيلي وقدر يكسبه حلوة أوجي حلوة أول مشهد بتاع الأهلي والهلال في النهائي ده مشهد حلوة أوي فريقين عرب في نهائي كأس العالم للأندية يا سلام يا سلام ده احنا نعيش حتفالية لحد مطش الأهلي والهلال إن شاء الله بس الأهلي يسعد بكرة لنهاية البطولة منافس صعب أكيد ريال مدريد يسعد لنهاية البطولة ونقعد بقى نقيم الأفراح والليالي الملاح للأهلي والهلال وهذه المواجهة الشرفية الرسمية الكبيرة بين فريقان عربيان واحد هو الأفضل في تاريخ القرى الأفريقية واحد هو الأفضل في تاريخ القرى الأسيوية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تتم هذه المواجهة طيب الأهلي هيلعب إزاي بكرة بقى؟ تشكيلة النادي الأهلي المتوقع لمباراة ريال مدريد كيف سيلعب النادي الأهلي أمام ريال مدريد؟ التشكيلة اللي غالباً استقر عليها مارس الكولر لهذه المواجهة؟ تعالوا نشوف محمد الشناوي في حراسة مرمى النادي الأهلي محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المالي معالي معلول خط دفاع معتاد سلاسي وسط ملعب أيضاً معتاد حمد فتحي وقاليو دينجو وعمر السلاية أما السلاسي الهجومي فيعود حسين الشحات للتشكيلة الأسية ويدخل برسي تاو كمهاجم وطاهر محمد طاهر في الجناحة الأيسر للتشكيلة اللي تقريباً بنسبة 95% استقر عليها مارس الكولر المدير الفني للنادي الأهلي قد يحدث تغيير قد يحدث تغيير ويدخل محمد مجدي أفشا في التشكيلة بدلاً من حسين الشحات ده التغيير الوحيد اللي ممكن يطرق على هذه التشكيلة محمد مجدي أفشا بدلاً من حسين الشحات وإن كنت أرى أن التشكيل ده الأقرب وإن كنت أرى أن التشكيل ده الأمثل لأسباب كثيرة قاطر دفاع وسلاسي الوسط خلاص أدوارهم كلها معروفة ومحفوظة وما فيهمش تغيير حسين الشحات مع أدواره الهجومية له أدوار دفاعية وواجه ريال مدريد قبل كده في كأس العام الأندية لما كان بيلعب في العين فله هذه الخبرات فده أو دي أهمية حسين الشحات طاهر محمد طاهر أدواره التكتيكية في الملعب مش طبيعية في النواحي الدفاعية والنواحي الهجومية بيرسي تاو بنزع أوروبية راجل له خبرات في الدول الإنجليزي فبرضه مواجهة زي مواجهة ريال مدريد ما يبقاش فيها ألأ أو فيها توطر ويعرف يتعامل مع هذه المباراة بجانب أن الفينيش بتاعه جيد جداً أو جيد إلى حد كبير فأنصف الفرص اللي هيخدها النادي الأهلي من هذه المواجهة مواجهة ريال مدريد محتاجة ليخلص ودي نقطة مهمة يا جماعة وأتمنى مرسق وأكيد مرسق قرب يتكلم فيها كتير أنه مواجهة ريال مدريد الأهلي مش هيجيله عشر فرص فيسجل هدف مواجهة ريال مدريد الأهلي يجيله فرصة اتنين يسجل منهم مش هيجيلك فرص كثيرة قدام ريال مدريد فالفرصة عزيزة أوي الفرصة مفيهاش هزار الفرصة فيها تركيز وإن شاء الله إن شاء الله الأهلي يعمل النهاردة محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي قاد النادي الأهلي قبل مباراة ريال مدريد قال هناك أجواء إيجابية جداً بيعيشها الفريق منذ الوصول للمغرب خصوصاً وسط مسندة الجماهير في كل مكان وقال إن إحنا لدينا تركيز كبير من بداية البطولة واليوم يتضاعف لأننا سنواجه ريال مدريد أملاً في خطوة جديدة في كأس العالم للأندية قال إن الأهلي بيلعب بشكل جماعي وبيعمل حساب كبير لريال مدريد والتجهيز للمباراة ليس اتجاه لاعب معين فقط ولكننا بنستعد لمواجهة الفريق بشكل عام بكل تأكيد النادي الأهلي سعيد بالوصول لنصف النهائي ولكن حظنا في هذا الدور إن إحنا دايماً بنلعب مع الفرق الكبرى مثل ريال مدريد لكن تركيزنا كبير على تخطي ما حققناه من مركز ثالث والمدالية البرونزية ونكتسح أو نوصل أو نسعى لي الوصول للمباراة النهائية المرة دي أتمنى نتمنى جميعاً إن شاء الله أما مرصد كل المدير الفني للنادي الأهلي فقبل مباراة ريال مدريد قال في المؤتمر الصحفي ريال مدريد مش هيتأثر بالغيابات عشان هو عنده قائمة كبيرة من اللاعبين ولعبين كلهم مميزين في كل المراكز وقال إن إحنا هنحاول نوقف خطورة ريال مدريد بشكل دفاعي جيد لكننا هنهاجم في نفس الوقت مش هندافع بس وإحنا عارفين إمكانيات لعبي ريال مدريد جيداً وهنحاول استغلال نقاط الضعف لديهم ركز معي قال إن إحنا هنحاول استغلال نقاط الضعف لديهم أي فريق في العالم عنده نقاط ضعف عشان ما حد يقول لك نقاط ضعف يقول لي في الياه مديد آر يام مديد عنده نقاط ضعف مانشستر سيتي عنده نقاط ضعف ليفربول عنده نقاط ضعف أكيد أقل من نقاط ضعف الكورة في أفريقيا يعني مش بس النادي الآن بس عنده نقاط ضعف نبحث عنها ونحاول نستغلها وقال إن إحنا مش هندافع طوال المبارك كلام على لسان مارسي الكورة وقال إن إحنا هنركز على نقاط الكورة والضعف لريال مديد وهنعمل أو سنعمل على إظهار شخصيتنا واللعب بندية كبيرة أمام ريال مديد وقال إن كأس العالم الأندية بيمنح الأهلي الكثير من الخبرات حول الكورة العالمية وهيكون بمثابة أمر مفيد جداً لنا في البطولات اللي هنخضها في المستقبل وخاصة على مستوى القرى الأفريقية يعني بالنسبة له من المواجهة دي طبعاً يهدف فيها للفوز بس هي كمان هتدي لتشكيلة النادي الأهلي خبرات عديدة وخبرات كبيرة طيب نلسه كاملين مع حضراتكم أروح ليه قال له أنشلوتي المدير الفني الكبير العظيم لنادي ريال مدريد اللي قال إن نادي الأهلي له تاريخ عظيم جداً وقال إنه هو فاز بالعديد من الألقاب ولديه خبرة في هذه البطولات ولديه أيضاً تنظيم جيد ولعبين يتمتعون بالسرعة ولديهم نفس رغبتنا وهيرفع الكاس وقال إن الملعب هيكون ممتلئ بالعديد من مشجاع النادي الأهلي ولكن أيضاً هيكون هناك مشجعين لريال مدريد وأعتقد إنهم سوف يستمتعون بالمباراة كثيراً وقال إن تيبو كورتوة ومليتاو وكريم بن زيمة مدرجون في القائمة وبقوا في مدريد لمواصلة العلاج وإذا كانوا بصحة جيدة سينضمون إلينا يوم السبت يعني قبل المباراة التالت والرابع إن شاء الله مش المباراة النهائية طيب المؤتمر الصحفي ليف الفيردي اللعب الرائع لعب رجوي لعب ريال مدريد قال شاهدنا مباريات ومقاطع فيديو للأهلي الجماهير رائعة أحب هذا النوع من الجماهير أعرف إنه نادي صاحب شعبية كبيرة وأستمتع بذلك أنا قادم من دولة تعيش كرة القدم بجنون وندرك ما يمثله هذا النادي في هذا الجزء من العالم هو نادي يستحق الاحترام بسبب تاريخه وبسبب كل ما فاز به لكن علينا التركيز على أنفسنا ومحاولة الفوز بأسلمنا مع كامل الاحترام للمنافس بالطبع فوزنا بدور أبطال أوروبا بطريقة رائعة وتخطينا منافسين أقوياء وهنا نهاية الطريق أتمنى تكون النهاية جيدة وأحاول الاستمتاع بكل يوم وبطولة ولحظة في ريال مدريد ولا دا يا حماس شديد للعب غدا يا جماعة يا ناس يا سادة أنا هنا في التلفزيون المصري على القناة الأولى المصرية في برنامج رقم عشرة بقرأ مؤتمرات صحفية لمدرب ولعبي ريال مدريد يتحدثون عن النادي الأهلي هذه المواجهة التاريخية لوجو النادي الأهلي جنب لوجو ريال مدريد في كأس العالم للأندية نحن نتحدث عن تصريحات من كارلو أنشلوتي عن النادي الأهلي نتحدث عن تصريحات لبلبردي عن النادي الأهلي دا احنا في حلم دا احنا في حلم حلو لا دي حقيقة عظيمة جدا النادي الأهلي حطنا فيها طيب نروح ليه المغرب وزميل عزيز محمود ماهري يقول لنا الأجواء والكواليس ما قبل هذه المواجهة التاريخية محمود مشرف ومنور كالعادة محمود مشرف ومنور كالعادة محمود مشرف ومنور كريم أخبارك إيه عليك وعلى كل مشاهدين حبيبنا أخبارك إيه وقولوا تمام طميني بقى على الوضع دلوقتي ما قبل ساعات قليلة من هذه المواجهة التاريخية بين الأهلي وريال مدريد طبعا لسه خارج من مباراة سلمينجو والهلال السعودي والهلال قدر إن هو الحمد لله يفجر مفاجأة ويتأهل المغارب والله يا محمود قبل ما تكمل هو لو فلمينجو هو اللي كسب الهلال كان بالنسبة لي هتبقى مفاجأة تشكيلة الهلال دلوقتي تشكيلة خواية جدا أقوم من تشكيلة فلمينجو حتى اللي كان بيلعب النهاردة حتى القيمة التسويقية للعيب الهلال أكبر بكتير من لعيب فلمينجو فالطبيعي كان إن الهلال يكسب مش تبقى مفاجأة في رأي يعني فلمينجو تشكيلته يمكن فيها العيبين أقل من تشكيل من الهلال الهلال عنده بيتشيان وبييته العيب ممتاز جدا مبهر بطريقة لعبه العيب الأرجنتيني حصل على الرسلتين جزاء في شوط الأول فلمت جسري من أحسن العيب الموجودة في أسيا في الوقت الحالي وهو أخذ مجمع المباراة قد مباراة جدا في الحجمات المرتدة وفعلا يعني لو كان إن شاء الله لو قدر الأهل أنه يتأهل هتكون مبارا صعوة جدا جدا مع الأهل أمام الجنال هم يلعبوا بس مع بعضه يبقى حلوة أوي الأهل والإلال في ناكس العالم دي الوحدة حلوة طبعا طبعا هتكون حاجة كبيرة جدا بالنسبة للمغرب كمان لأن هتكون أول مرة في التاريخ بتحصل على عرض المغرب إنجاز التاريخي وتشعر إن زي ما يكون إنجاز المغرب نفسه في كسر عالم اللي فات أنهم الجنال يلهم الأهل كمان وبيدفع الأهل إن هو يتواجد في المباراة النهاية هيلعبوا بطبوح جدا جدا أمام ريال مدريد أنا عايز أقول لك حاجة محمود أنا عايز أقول لك حاجة استلهموا روح جيل 2001 2001 مع مالو الجزي أنا عايز أقول لك حاجة على الجملة بتاعت إن هم استلهموا من الهلال السعودية أو المنتخب السعودي في كاس العالم ألهم كل المنتخبات العربية بعد كده يعني فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين ألهم تونس بعد كده على فوز على فرنسا وألهم المغرب للإنجاز العظيم ده يعني كاية البداية عند المنتخب السعودي فلعل لو عسى البداية تكون عند الهلال وإن شاء الله يكونوا ملهمين للنادي الآل في مواجهة ريال مدريد شجع شجع الهلال وشجع المغرب طبعا اللي حصل المنتخب السعودي اللي هو ينفوز على الارجنسين كان حاجة لها معنى كبيرة طبعا طبعا الصحبين السعودي كانوا صغاية بالفرحة والانبساط وعملوا كل حاجة لان كمان السلامينجو اخد مؤذرة جمهيرية غير عادية من اي فريق موجود في البطولة حالية انه سحضره جمهير بالطريقة دي يعني الاهل يقيم بس من المغرب لكن انه فريق يحضر له 11 او 12 الف متفرد جايين من برزيل جايين من جميع دول اوروبا خاصة اسبانيا والبرزيل يعني في اسبانيا عفوا وإيطاليا لانه متمركزين برزيل كيفين بيضاء في البلدين دول يجب ان هم يوصلوا سهولة من المغرب كان فيه تشجيع رهيب جدا الجامعية كانت مستائة من الحكم على وجه التحديد لان الحكم اعتبر ان هو اضلمهم في الطارد اللي حصل له جيرتون في اخر بيئة يعني دي كانت الكواليس بتاعت المغرب واتكلمت مع المعيوف مع حارث ماربا الهلال وانتقول اتفضل مين ريال مدريد ولا الاهل قال لي بكل تأكيد صحابي وحبايبي المصريين الله امام ريال مدريد هتكون مباراة تاريخية كبيرة لكن الاهل انا اتمنى الاهل لانه طبعا مصر واشقاء وحبايبنا عظمة معيوف حارث كبير وعظيم بس هو محبش بس هو محبش طبعا يتكلم على نتيجة السنة اللي فاتت بين الهلال والاهلي لكن هو يتمنى ان هو يتأهلوا مش هل الانتقام بس عشان يكون فيه او عشان رب الاعتبار عقوا علشان خاطر يكون موجودين طبعا ريال الوطن العرب عظيم طيب مباراة الاهلي وريال مدريد كواليس بقى موضوع التذاكر التذاكر نفزت انا سمعنا احنا نتذاكر نفزت المباراة تفاصيل الدخول الجماهير هيبقى متوقع حضور كام مشجع بكرة جماهير النادي الاهلي هتبقى اكثر امت جماهير النادي الاهلي الريال وبتكلم عن التعاطف يعني تعاطف الجماهير المغربية طبعا احنا نتكلم عن ريال مدريد المغربية بكرة هتكون ميالة اكثر لميال الملعب بيشيل خمسة واربعين الف متفرد وكان ده العدد الموجود في مطش الهلال والوداد في مراء عبدالله التذاكر خلصت تماما واعتقد ان الحضور الجنجية هياعد بأكثر من كده كمان من سبب المغربة اللي عايدين يحضروا المطش صعب جدا تلاقي التذكرة بالوقتي وتذكرة امانها حوالي عشرين دولار يعني متين درهم تقريبا لكن في السوداء هتكون اعلى من كده بكتير اكيد في ناس هتحاول تدخها بره الملعب في السوداء النادي الاهجي تدرب على ملعب مغلاعب ضالله نهاردة والفيفا قرر ان هو ينقل المباراة في المركز الثالث من مغلاعب ضالله لطنجا علشان الملعب ما يتقرش لان المباراةين وراء بعض المجيلة ممكن تتقصر ممكن يحصل يعني اصابات وكده بسبب ان المقشين يعني هيكون كتير فلذلك حول المباراة على طنجا ومنح طنجا طرطة اخرى اللي هي تنظيم حدث او تنظيم مباراة هيكون عليها العين يعني يعني ان شاء الله لو كسب المباراة هيبقى في الرباط لكن لو لقدر الله خسر المباراة سيعود مرة اخرى لطنجا بالظبط كده بالظبط يا كريم بالنسبة اخيرا للحضور الجماهيري هو مشكلة الملعب ولايه عبدالله من هو بره المدينة شوية غير طنجا الملعب كان يعني متناول الجميع ان هو يكون قرأيب منه لكن الملعب خطة بعيدة شوية والنورح يكون في وقت متأخر فده حيسبب ان الجماهير شوية ستتعزد في العودة من الملعب مساء متأكد ان الملعب بكرة بالنسبة الاجواء اخيرا اخيرا لكريم بالنسبة الاجواء الدنيا بلقى مطر تاني اول لما الاهلي وصل كانت تزدينا مطر رجع تاني للمطر في ملعب طنجا النهاردة كانت تزدينا مطر وطنجا مش بعيدة وعلى الضبط فاعتقد ممكن الاجواء بكرة ستكون شوية بردة بالحيل ربنا نصر ما يكونش في مطر لانه هيكون صعب طبعا في التمريريات وهكذا والاهلي بلق يلعب على الارض في الخطوبة دي في اذن الله الجو يكون كويس ومناسب بكرة ان شاء الله من المرش ان شاء الله الزميل عزيزة محمود ماهر من المغرب انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة كالعادة مميز دوما طيب ان شاء الله استبقوا رأيب امليان وانا متأكد من مسندة جماهرية مغربية عظيمة للنادي الاهلي بكر متأكد متأكد وده اللي قاله انشلوت النهاردة وقال انه متوقع تعاطف من الجماهير المغربية مع النادي الاهلي بس هو عارف انه جماهير نادي ريال مدديد موجودين في كل حتة في العالم وبرضه يبقى ليه جماهير بس انا متأكد انه الغلبة هتكون لجماهير النادي الاهلي من المغرب وطبعا الجماهير المصرية اللي موجودة حاليا في الرباط لمسندة النادي الاهلي التشجيع والمسندة الجماهيرية موجودة جهاز فني محترم للنادي الاهلي بكياد مرسل كولر موجود لعبين مميزين في النادي الاهلي موجود ناقص ايه ناقص شوية روح شوية طاقة كده وتلعب عشر عشر اضعاف كدراتك عشان تقدر تواجه فريق كبير بلعبته وتشكلته زي ريال مدديد والحلو انه الاجتباع الفني للمباراة اصفر ان النادي الاهلي يلبس التيشيرت او الرداء الاصلي بتاعه الزر التقليدي تشيرت الاحمر والشورت الابيض وريال مدديد هيلبس طأم الاحتياطي بتاعه اللي هو اللونه موف ده بالكامل يعني الاهلي باللون بتاعه اللون التاريخي اللون الاحمر وريال مدديد بكرة مش هيلعب باللون او الزي التقليدي بتاعه الابيض هيلعب باللون اللي هو القميس الثاني اللي هو لونه موف طيب قائمة النادي او قائمة نادي ريال مدديد المتواجدة في المغرب لكأس العالم للاندية تعالوا شوفوا بقى الاسماء عشان ناسا ما تقول لك اصابات كتيرة فكده ريال مدديد مش هقدي مباراة كبيرة لا ريال مدديد مليان تعالوا وص تعالوا في غياب تيبو كروتوة لون هيبقى هو الحارس الاساسي ومعه لويس لوبيز وكونسارس خط الدفاع كربخال وقالابا وفييخو وناتشو وودريازولا الباكرايت اللي ما بيلعبش كتير مع الريال مدريد مع رودريجو ومارفل خط الوسط كروس خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وكامابينجا وفالبردي واتشواميني وسيبايوس وماريو مارتين واربايس في خط الهجوم اسينسيو وبينيسيوس جونيور ورودريجو وماريانو دياز والكلام والكلام عن مفاجأة هيعملها بكرة انشلوتي انها هيبدأ رودريجو وماريانو في لا هيلعب بينيسيوس وماريانو في التشكيل الساوي هيلعب اربعة اربعة اتنين في كلام في الصحافة الاسبانية بتقول ده بينيسيوس وماريانو المهاجم على قده يعني على قده طبعا بالفارق مع كريم بنزيما مش بقول ان هو مهاجم سي بس لما اتقارم بكريم بنزيما طيب الغيابات بقى الغيابات ريال مدريد لهذه المواجهة كالتالي تيبو كورتوة اصيب في العضلة تضم أثناء عمليات الاحماء قبل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا الأخيرة في الدوري الاسباني الف سلام اعظم حارس في العالم كريم بنزيما اصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة ريال مدريد وفالينسا في الجولة قبل الماضية من الدوري الأسباني الف مليون سلامة أهم مهاجم في العالم ايدن هزار كادما في الرباط الداخلي الرجبة اليسرى مما سيؤدي إلى غيابه لمدة تصل إلى شهر تقريبا يعني وجوده زي غيابه شايف رئي كتير ايدن مليتاو اصابة في العضلة الخلفية خلال الشوت الأول من مباراة ريال مدريد وفالينسا في الدوري الاسباني لحظة واحدة بس هو تأسر تأسر في رأي ريال مدريد أو غياب ايدن مليتاو عن ريال مدريد في هذه المواجهة تأسر له علاقة بالشكل التكتيكي في الملعب ليه؟ انه لو مليتاو كان موجود كان هيلعب مليتاو وروديجر اتنين مساكين في خط دفاع ريال مدريد ويلعب ديفيد ألابا على الشمال دلوقتي هو غالبا هيتطر يلعب ديفيد ألابا فيه كمركز مساك هو وروديجر ولعب ناتشو على الشمال بس بس بسبب غياب كربخالط وسبب غياب الناحية التانية لويس لوكاس باسجز غالبا هيلعب كمبافينجا على الشمال وهيلعب ناحية اليمين ناتشو ده اللي حصل فيه مباراة ريال ما يرقب يعني متل اغبطة ماشي مش كلا بس برضو نجوم كلهم اللي موجودين فنلند مندي الليفت باك أو زي الايسر لريال مدريد يغيب بسبب تمزق فيه العضلة نصف الغشائية بالساق اليسر بما سيؤدي إلى غيابه لمدة تصل إلى شهرين تقريبا لوكاس فاسجز التوقف الكاح الايمن خلال شهر ينال الماضي وغيابه لمدة تصل إلى شهر تقريبا يعني دي تشكيلة أو غيابات ريال مدريد اللابراس طيب ريال مدريد بقى لما يبغيب عنه تيبو كورتوا الحارس العظيم ده الحارس الكبير الحارس البلجيكي أفضل حارس في العالم اللي بيحصل لما بيغيب تيبو كورتوا عن تشكيلة الفريق تعالوا نشوف ريال مدريد من غير تيبو كورتوا لعب ثمن مباريات فاس في خمسة وتعادل في اتنين وخسر في واحدة واستقبالت شباكو أربع أهداف يعني يتأثر نسبيا نسبيا ماشي نسيب بقى الأهلي والآن ما ديده هنرجع له بعد شوية مع ضيوفي النهاردة في الدولي المصري النهاردة فيوتشر عمل مباراة رائعة جدا جدا أمام البنك الأهلي وقدر يفوز بسلسية نظيفة الهدف الأول كان هدف رائع جدا من بس معالي في الدقيقة 24 تصويبا رائعة جدا وإليه بس الهدف ده لو معانا الاعادة بتاعته نهيده تانية عشان عايز أقول عليه تعليق آه في تعليق مهم جد الحكم المساعد المحترم رفع تسلل معلش هات الخط تاني هات الخط تاني معلش لو ننجع شوية التسلل يا جماعة دي ضربة الجزاء الهدف التاني مروان محسن هنجبها تاني اللقط اللي كنت عايز تكلم معنا بس أقول لكم بقى الأهدف في ديئة 78 ده هدف مروان محسن من ضربة الجزاء في ديئة 45 وفي ديئة 78 سجل محمد فاروق الهدف التالت هدف إنهاء المباراة تماما ربانك اللي قالي إن عارضة مظهرش بشكل جيد على الإطلاق كوي فيوتشر يعني تسيد المباراة طولا وعارضة فهدف بس معالي الحكاية فين إنه آه بس أنا عايزي بقى الرسمة بتاعة الخط اللي كانت مرسومة بتاعة التسلل يعني الحاكم الأول لغى الهدف بداعي التسلل أنا وانا بفرج على المباراة قلت يا بقى أنا وانا بفرج على المباراة عادي يعني قلت مستحيل تبقى تسلل من أول لقطة ما شفتش العادة دي لأ هتها توقفها عند الخط عشان بس أبص لا قبل كده كمان يعني فيه مساحة كبيرة أول الحاكم المساعد رفع تسلل في كرة انت متخيل لو ما فيش برج انت متخيل كرة زي دي كان ممكن تتلغي أجماعة برضو الحاكم المساعد ما اعتمدش على فكرة إنه وجود بره خلاص طب افرد الفرج كان عطلان بقى في اللحظة دي كان فيه مشكلة مستحيل دي تحسل تسلل مستحيل حتى المفروض تعدي من أي حاكم مع كامل الاحترام بصراح يعني الكرة ما فيهاش شك مش يعني ماشي ماشت رجله وقزد منه وحاجات بسيطة ايه ده واضحة وضوحة الشمس من أول لقطة يعني من وايب تتلعب باينة مستحيل طيب والحاكم المساعد بالمناسبة كان وايب صح يعني ما يعني بعضهم ما قدرش هقوله انت كنت وايب غضط كان وايب صح مع آخر آخر مدافع طيب النهاردة بيراميز كمان فاز على طلاع الجيش واحد صفر هدف سجله فخر الدين بن يوسف في ديئة تانية من الوقت المحتسب بدلا من اضاع فيه الشوت الاول هدف بالحصية واقعة جدا من فخر الدين بن يوسف المباراة دي شهادة بوتاقطين حمراء للاعب من طلاع الجيش ولي علي جبر عشرة عشرة تملوا المباراة بعشر لاعبين كل فريق طيب سموحة والمصري النهاردة تعدلاء ايجابيا واحد واحد والمصري كان يعني الافضل في المباراة بالشكل العام اسلام عطيها تقدم للمصري في ديئة تلاتاشر لكن سموحة قدر يختف هدف عن طريق محمد عصام في ديئة اتنين وتمانين جي الاعداف امام حضرتك كان مباراة بقولك اللي اعرف فيها المصري بشكل جبير جدا بس تحس انه اللاعبة في الشوق التاني هديت شوية فسموحة قدر في لحظة هدوء من المصري يختف هدف التعادل عشان تنتهي المباراة التعادل ايجابي واحد بالمناسبة الاسيست بتاع الهدف ده المدافع محمد مغربي مدافع النادي الاهلي المعار الى سموحة طيب احنا كده خلصنا الدور الاول دور الاول خلص فاضل بس مواجهة بين الاهلي ومن قرون العرب مؤجلة تعالوا بقى ان نشوف جدول الدوري بعد نهاية الدور الاول عشان بعدها نقول كلام مهم يلا بينا المركز الاول النادي الاهلي من 15 مباراة ولو مباراتين مؤجلتين ب37 نقطة بيرامدز في المركز الثاني ب17 مباراة 34 نقطة بنفس الرصيد في يوتشر 34 نقطة ولكن فالاهداف مع بيرامدز الزمالك في المركز الرابع ب29 نقطة من 17 مباراة ومكون العرب في المركز الخامس من 16 مباراة ب28 نقطة يعني لو المكون العرب قدر يفوز في مباراة أمام النادي الاهلي يصعد فوق نادي الزمالك في المربع الزهبي التحادس كان داري في المركز السادس ب27 نقطة غز المحلة في المركز السابع ب26 نقطة وبعد فريق أسوان في المركز السامن ب22 نقطة ثم المصري ب21 نقطة في المركز التاسع وفي المركز العاشر سموحة ب20 نقطة المركز الحداشر فاركو ب19 نقطة في المركز الـ 12 سينامية كلوباترا ب18 نقطة وفي المركز التلاتاشر طلاع الجيش ب16 نقطة بنفس الرصيد امبي في المركز الـ 14 في المركز الخمستاشر حرس الحدود ب14 نقطة وسلاسي زي الجدوى للترتيب البنك الأهلي والإسماعيلي والداخلية على التوالي بنفس الرصيد 13 نقطة بارح خدت فترة مفتوحة كده مع حضراتكم وتحدثنا عن فكرة الرياضة والإعلام الرياضي وقرة القدم ودورها اللي المفروض كلنا نفهمه كلنا اللي شغالين في الشغلانة اللي شغالين في الإعلام اللي شغالين في الرياضة وفي الكرة المشجعين بتاع الكرة كلنا نبقى فاهمين إن الكرة والرياضة حاجة للاستمتاع للتسلية لتهديئة الأعصاب اللي عنده ضغوط كده يتخلص منها بمباراة ببرنامج في محتوى محترم مفيش أزمات مفيش مشاكل مفيش تعصب مفيش خنايات مفيش تبادل شتايم مفيش أزمات تبقى الحياة سهلة وحلوة وجميلة تفضل الكرة والرياضة هي المتنفس للجميع مع كل ضغوط الحياة كلنا عندنا ضغوط في حياتنا فنروح للكرة نقول يا سلام أهدى بقى ساعتين يا سلام أفرج على برنامج ساعتين كده وأرتاح نفسيا وأفرج على حاجة مسلية صح قلنا كده وقلنا إنه مش من المفترض مش من المفترض إن إحنا كلنا نتجر الخنايات والشاطر الشاطر اللي يبعد اللي يشوف خنايا كده وليه ماليش دعوة أنا بتاع كرة وبتاع رياضة أنا أمالي أنا بالخنات ده الشاطر همتكلم هنا على مستوى الإعلام وعلى مستوى المسؤولين الرياضيين وعلى مستوى كمان المشجعين المشاهدين المتابعين يعني لما تشوف حد بيشتم بيزع بيعمل أزمة مش هفرج عليك أنا روح أفرج على حاجة هدي العصابة أنا أنا إليه يوطرني أنا إليه يعمل لي مشكلة طيب اللي بيعمل أزمة ده بقى ولي بيعمل أزمة هنا واللي بيعمل مشكلة واللي بيعمل تعصب واللي بينرفز وبيعصب الناس ويوطرهم ده في البلد دي بيتسب لا لا إليه عشان حلاوة البلد دي عظمة البلد دي إن فيها مؤسسات 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 بتقوم بدورها في الوقت المناسب يعني لا فوضى لا تعصب عشان كده الصحفي الكبير أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام أعلن النهاردة خلال المؤتمر الصحفي اليوم السلساء تعالوا نشوف بيان مهم جدا فيه قرارات مهمة جدا للمجلس الأعلى للإعلام تخص تحديدا الإعلام الرياضي قرارات المجلس الأعلى للإعلام فيما يخص تنظيم العمل تحديدا في الإعلام الرياضي واحد سحب ترخيص القنوات التي تتجاوز القانون اتنين اتغاز إجراءات حاسمة ضد الكتائب الإلكترونية وسيتم إرسال بلاغات اليوم إلى النائب العام لخطورة الأمر ثلاثة دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسية النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميساق لمحاربة تلك التجاوزات أربعة نطالب القنوات بالتوقف الفوري عن ما يتم بسه من تجاوزات خادشة للحياة خمسة الأعلى للإعلام لا يستهدف شخص بعينه أو نادي بعينه ولكن يدعو لعدم إصارة القراهية سهلة ولكن يدعو لعدم إصارة القراهية ثالث ولكن يدعو لعدم إصارة القراهية مين عائل ومين شخص سوي بيبقى عايز يعمل إصارة ويعمل تعصب ويعمل قراهية في إيه يا جماعة في الكورة في إيه يا جماعة في اللعبة اللعبة إيه حد بيعمل كده حلو بقى حلو وزي ما بيقولوا كده اللي على راسه بطحى بيحسس عليها حلو نقطة نظام وأنا يعني إيه ممكن أسيب يعني شوية وقت كده الناس تاخد مساحة تتكلم وتتكلم في الرياضة والناس أنا أدا بتصور يعني لو موجود في المجلس الأعلى الإعلام بقول إيه يا جماعة دي آخر حاجة مفروض نبص عليها الإعلام الرياضي واللي بيحصل في الإعلام الرياضي ليه دون الناس اللي بتكلم في الرياضة يعني وفي الكورة والدنيا مفروض تبقى لطيفة ولذيذة ومسلية بس فجأة بنقولها لكل كلمة بنقولها هي دخلة كذا بيت أنا وغيري والديوف اللي بيقوا معانا كل دول مسؤولين فلو أنت مش مسؤول لو أنت مش مسؤول لو أنت ما بتعرفش تبقى مسؤول يبقى ما تتكلمش في الإعلام قعد بقى قعد ببسط صحابك وقامل اللي أنت عايزه وقامل المشاكل وقامل حاجات بس لما تخش الملايين الناس لما تخش الملايين البيوت تبقى مسؤول مش عايف تبقى مسؤول في مجلس أعلى للإعلام في مؤسسة مصرية محترمة تستطيع أن تتدخل في الوقت المناسب لضبط العمل الإعلامي للجميع يعني الحلال وبين والحرام وبين اللي هيمشي حلو أهلا وسهلا إلا هيمشي غلط بالقانون يتحسب تحية للمجلس الأعلى للإعلام بصراحة تحية النهاردة البيان ده أسلج صدر الواحد يعني حسسنا خلاص بقى إنه كفاية كفاية نزبط الدنيا بقى نادي الزمالك النهاردة جزبال لفريرة عقد جلسة جلسة دعم نفسي مع مصطفى شلبي بعد ما تعرض لهجوم كسير جدا من الجماهير بعد مباراة فاركو تحديدا طالبه بالتركيز وإن أول هدف هيخلي الجماهير ترجع تهتفله تاني وبصراحة شديدة أنا ما أقدرش في تشكيلة نادي الزمالك في الوقت الحالي أقول لك اللاعب ده مقصر وبقول كده برضو الجماهير نادي الزمالك ما تمسكوش في لاعب بعينه الفرقة حالتها كلها مش حلوة ولما الفرقة تبقى حالتها مش حلوة كله ما يبقاش في مستوى كله كل اللاعبين فهنمسكش واحد ويخلص أنا أقول كده على فكرة للزمالك والأهل والإسماعيل والمصري وكل الجماهير المصرية لما تلاقى حالت الفريق مش كويسة ما تبسكوش في لاعب بعينه وتقول هو ده اللي وحش لأ الفرقة مش كويسة يبقى كلهم مش كويسين الفرقة لما تبقى كويسة أنت نفسك بتقول إيه أنا مش عادي أطلع ولا لعيب هو اللي يبقى أفضل اللاعب في الموضة كلهم كانوا كويسين بتشوفهم كلهم كويسين عشان الفرقة كويسة نفس الأمر لما تبقى الفرقة سيئة أنت كمان المفهوم ما تطلعش واحد هو اللي سيء لأ كلهم سيئين ده رأيها ماشي ده فيما يخص مصطفى شلبي في ليرة كمان بيدرس الدفع به ثلاثة لعبين في الوسط من جديد لتعويض غياب إمام عشور وعدم الدفع بلاعب رقم عشرة في وسط الملعب إلا في حالة واحدة وهي جاهزية الشكبالة عشان لوش كبالة جاهز هيدفع بيه كجناح ايمن وهيضع أحمد مصطفى زيزو كلاعب رقم عشرة ومرة أخرى في ليرة ما بيحبش يلعب غير بتلاتة في نص الملعب والراجل بيحب يلعب بتلاتة في نص الملعب عشان ما نقضش اللف وندور حوالي نفسنا والمناسبة يعني شو نتفرضوا في ليرة مش مقتنع بفكرة أن سيف جعفر يلعب أو يعمل نفس مهام إمام عشور وهفهمها لك ليه وكان معايا امبارح داود وخليفة وشرحوها بشكل كويس جدا سيف لعيب مهاري جدا سيف جعفر لعيب كمان منتج جدا على المستوى الهجومي هو لعيب عشرة بالشكل بتاع زمان بس مش لعيب تمانية امام عشور لعب رقم تمانية وفاصلة الملعب التالت اللي له أدوار دفاعية وله أدوار هجومية لو هتستخدم سيف جعفر فهيبقى المكان المثالي بتاعه رقم عشرة مش رقم تمانية عشان كده مش هيعمل كده في ليرة تانية انه يلاعب سيف جعفر مكان امام عشور تحديدا بسبب الأدوار الدفاعية اللي ما بيعملهاش سيف جعفر بنفس الطريقة اللي كان بيعملها امام عشور وهي دي بتبقى إمكانيات مختلفة باللاعب وآخر كمان هو ناوي يبدأ بفتوح في التشكيل الأساسية مش هيبدأ بمحمد عبد الشافي في مباراة شباب برزداد طيب نروح لاتحاد الكورة اتحاد الكورة المصري قرر سداد مستحقات كالوس كيروش المديل الفني السابق لمنتخب مصر المتأخرة بالجنيه المصري حيث كشف مصدر بالتحاد الكورة أن لقاحة مكافئات المنتخب الوطني بالجنيه المصري لذا سيتم إرسال مستحقات كيروش المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار بصنا مش عارف بصراحة هل اللقاحة بتقول أن المدرب الأجنبي اللي بيأخد الراتب بتاعه بالدولار لما ايه ياخد مكافأة بياخدها من المصر ولا اقه بس هظن هظن انه ده حقيقي هظن انه ده حقيقي انه اللقاحة بتقول ان المدرب الأجنابي اللي كان بياخد بالدولار لما ايه ياخد مكافأة ياخدها بالمصر لو معي اللقاحة دلوقتي هقول وعيد بصراحة مش معي اللقاحة فمش ايه مش هدين اتحاد الكرة وممكن يكون ده موجود فعلا في اللقاحة بقول تأكيد مهم كيلوش يبقى مرضي ويبقى يعملناش دوشة تاني مو يبقى مرضي لو اخد الفلوس بالمصر يخدها باي حاجة بس مرضي يبقى خلص خلصة الحكاية مش محتاجين نتكلم عنها كتير طيب بعد الفاصل كلام كتير جدا عن مواجهة الاهلي وريال مدريد غدا نقاط القوة والضعف في ريال مدريد ونفس الامر بالنسبة لنادي الاهلي مع الاصدقاء العزاء محمد جلال ومحمود شاكر بعد هذا الفاصل خليكم معنا المباراة بالنسبة لأهلي طبعا صعبة جدا فريري المدريد حتى لو فيه غيابات بالنسبة لفريري الملكي هتبقى المباراة صعبة وتيك تيكية طبعا من ناحية النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا يهمه ان هو يفوز عشان يحقق مركز افضل من المركز الثالث اللي هو حصلها يابل كده في كازة مونديال لكازة العالم الاندية مرش تحدي مشابه بالنسبة كبيرة لمباراة باير ميونخ الاهلي قدام سكواد كبير جدا لريال مدريد وتحدي كبير ولكن الاهلي يمتلك روح مع نويات مرتفعة جدا الفترة دي هتساعده بشكل كبير جدا خاصة وسط الجمهور العربية في المغرب انا شايف ان المتش هيبدأ بشكل متحفظ شوية من جانب الاهلي تحديدا في وسط الملعب هيبقى غير المتش اللي احنا لعبوا الاهلي امام باير ميونخ هيبقى فيه تحفظ كبير في وسط الملعب دقايه الاولى والربع ساعة الاولى لو عدد بشكل كويس وقدر الاهلي يتماسك ويقف على رجليه في ارض الملعب ممكن يعمل ماتش يوصل للاشوات الاضافية لعله خير ان شاء الله ويوصل لرقالات الترجيح انا شايف انه ممكن يكون ده افضل سيناريو ممكن يلعب بالاهلي وصد ريال مدريد الاهلي طبعا هيواجه صعوبة قدام ريال مدريد ولكن طبعا الاهم في المواجهة بقرة انه يبقى فيه تركيز فيه هدوء فيه شيل الضغط مع اللعيبة يقدموا قورة يقدموا نفسهم للعالم العالم كله بتفرج عليهم فلازم يقدموا نفسهم بشكل كويس عشان يقدر يقدموا قورة كويسة لو دخل بخوف اكتر زي ما حصل مع الاهلي معبير ميونيخ والاهلي كان ظهر بشكل سيء جدا مع موسيماني اعتقد لو ظهر بنفس الشكل ده هيبى فيه هزيمة متوقعة انما لو دخلت المباراة بهدوء وتركيز وشيل الضغط ان انا اقدر اقدم هي بتهيئة مباراة مش هتكرر تاني فاقدر اقدم نفسي فيها بشكل كويس اعتقد لو فيه تركيز وفيه دوء من الاهلي الاهلي ممكن يساير المباراة بشكل كويس ويقدر يوصل لانجاز كبير جدا لو وصل للمباراة النهائية يبقى ثلاث فريق عربي يوصل للمباراة النهائية ويبقى اعتقد يبقى انصول لابعد نقطة بالفوز بالكاس يبقى حاجة انجاز كبير لقرية مصرية والنادي الاهلي طبعا بوجه الخصوصي ان شاء الله الاهلي هيعمل مطشي قوي زي ما هم عودنا دايما نادي الاهلي فرقة كبيرة فرقة عظيمة تالت مرة بتوصل لكاس عالمي للاندية بتعمل اداء مبهر ودايما بتشارف الكرة المصرية ووجهة مشرفة للكرة المصرية شفنا كل الصحف العالمية بتتكلم عن نادي الاهلي وعظمته وتاريخه وان شاء الله اي 11 رجل في الملعب هيقدروا يبقوا رجالة ويعملوا لنا مطشي عالمي ان شاء الله بغض النظر عن نتيجة قدام ريال مدريد احنا خلاص وصلنا اللي احنا عايزينه بننعب بقى للمتعة مطشي صعب بس الاهلي قدها يعني للاهلي فاق جدا وفي احسن حالاته اللي من دول يعني ان شاء الله خير بإذن الله ومصر كلها تفرح بكرة بإذن الله والله هو يبقى مطشي صعب بس في غيابات في ريال مدريد يعني بينزمة مش موجود في القايمة كورتوا مش موجود كما فينكة قريبة مش موجود مفيش باكش مال باكي مين في كرفخال فغيابات هتبقى غيابات اعتقد برضو كنوها يلعب بالتشكيل الاحتاطية يعني ممكن يبدأ برودريجو مثلا مواجم او مريانو دياز لو موجود فيعني والاهلي ممكن يعمل حاجة يلعب الهجمة مرتدة يعني يخطف جون ريال مدريد فريق كبير والاحتمالات تتبقى اكتر لي بس الاهلي يقدر على اي حاجة ان شاء الله الاهلي يعمل حاجة كبيرة النهاردة ويفجينا ويفرح المصرين كلهم ونشوف الاهلي هو بيكسب ريال مدريد ان شاء الله هو على السفر ده وقفش ان شاء الله اللي حيجيبه بازني الله لاني طبعا حياتنا في الاهلي وروحنا في الاهلي انه كل يوم لازم اعدي على النادي الاهلي بس كان عندي شغل وعنديش شغل بنزل مخصوص بالتاكسي ده من المعادي عشان اعدي على النادي الاهلي وصبع عليه ان شاء الله قادر الاهلي ان هو يكسب ريال مدريد واحنا غالبين قبل كده من 21 سنة مطش ودي مش مكياس غير الرسمي بس ان شاء الله ان شاء الله خير يعني حتى لو وصلنا المطش ضربات جزاء ان شاء الله لفة الاهلي هتبقى ارجح يعني ان شاء الله طبعا ريال مدريد بطل اوروبا وكان سبق مباراة قبل كده ناضي الكرن الاوروب وناضي الكرن الافريكي والاهلي قادر يكسب بواحد سفر وان شاء الله احنا نعمل مطش كويس ومطش حل واحنا واسكين في لعبة الاهلي تماما وبإذن الله بإذن الله اتنين واحد للآهل ان شاء الله يا علم بحضراتكم مرة أخرى شرفنا وينوارني في هذه الفقرة الحديث عن المواجهة التاريخية بين الأهلي وريال مدريد الأصدقاء العزاء محمد جمال ومحمود شاكر أجيمي مشرف ومنور حبيبك شفت جمال طلع من بقية انا قلت جمال ومتقولش حاجة بره عليك بره عليك مفتاري زيك يا حبود ازيك يا كريم مشرف ومنور انت اللي منور الدنيا أخبرك ايه كله زي الفل هل انتما متفائلان؟ انا جدا انا جدا خلي بالك من قبل المباراة ومن بعد مباراة سياطل والحالة اللي عليها حالة الانضباط مش حالة فنية حالة الانضباط العفرة من أهلي ميخلياني متفائل جدا جدا حتى لو النادي الاهلي هيلعب ريال مدريد بأمانة جدا وانت محمود لي مش متفائل مبارا صعبة مبارا صعبة انت راجل وقاعي واو ده ريال مدريد شبيه جدا 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 للجينات النادي الاهلي فهو يمرد ولا يموت سكوات تاني سكوات تالت شبيه للنادي الاهلي بقى راس براس بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي بصفو في فارق بين تمانيات وتواقعات تمانيات يا رب النادي الاهلي يكسب وندي الاهلي ممكن يعملها النادي الاهلي يعود جميله على اي حاجة صح ولكن مباراة وقاعيا يا كريم النغمة بتاعت برضو الناس الاصابات وان المباراة ممكن تكون سجال وففتي ففتي ومباراة حافة نفس الاتجاه يعني مهما كان في الاول وفي الاخر ريال مدريد هو على الورق هو الاقوى ولكن المباراة بتلعب على تفاصيل وتفاصيل صغيرة وان شاء الله يبقى اللعبة موفقة جدا 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 بكرا هو اهم حاجة التوفيق يا رب ويبقى يوم استثنائي ان شاء الله انا احب الكلام اللي بقى سانيد حالك قلت له انا متفائل جدا بتقوليش متفائل وتوديني للبحر وترجعني عالشوند متفائل ليه ايه اسانيدك طيب اسباب بتدعو للتفائل حتى على الصعيد الرقم الريكورد بتاع ريال مدريد في المباراة الاخيرة حالك حتى خسارته في السوبر الاسباني اخر خمس مباراة في الدوري وهو بيلاعب فرق من قمة الدوري بيخسر اضام بارشلونة بيخسر اضام مايوركا بيتعادل بيفوس في مبارتين من اخر فقط خمس مباراة في الليجا ريال مدريد الفرق اللي خسر منها بيستثناء بارشلونة خسر منه في السوبر وفي الدوري بيكلم على ريال مايوركا ورايا فاركانو فرقتين مركز عاشر ومؤخرة الترتيب بتتكلم على فرق منتصف وهو وقاع الجدول هل ده معناه ان المنافس سهل ابدا ابدا لكن ده معناه انه ممكن انا ما بقولش ان المباراة اسهل ولا ان الاهلي عنده اوبرهند ولا الاهلي حسوسه اكبر ولا بقولي الكلام ده خالص لكن بقول انه طالما الفرق دي قدرت فممكن ده مش معناه الاهلي يا جماعة بكرة يكسب خالص بس ده مش معناه انه ضمان المكسب موجود ولا حتى لنسبة الاهلي النظرية على الورق اكتر خالص لكن احنا بنتكلم على الامكانية بنتكلم الحاجات اللي انا قلتها دي رقمش بتكلم على مباراة ولا اتنين بتكلم على منذ بداية عشرين تلاتة وعشرين بتكلم على شهر ونص تقريبا احنا لسه بنتكلم في نفس الدائرة اللي ريال المدريب يلف فيها عنده مشاكل كتير جدا حط على ده بعض الغيابات المؤثرة اللي انا شايف على رأسها السنائي اه كل اللي عيبها في ريال المدريب لعيبها كبار والسكوات كبير لكن السنائي كارين بنزيما وكورتوها انت لما تيجي تتكلم على الارقام كارين بنزيما حطت عشرين جول السنائي اللي بيلعب جنبه في خط الهجوم لما تيجي تتكلم على رودريجو وفينيسيوس لتنين مع بعض جبين تلاتة وعشرين جول فهو نص القوة الهجومية بلا شك يعني فغيابه طبعا مؤثر لكن يبقى لما تيجي تقول ان رودريجو يلعب وفينيسيوس اتنين مرعبين لكن لكن برضو بتكلم على انه غياب نص القوة الهجومية كارين بنزيما بيدوم حلول مختلفة افضل مواجم في العالم طبعا كورتو افضل حارس في العالم غياب افضل حارس حتى لو لان حارس في العالم مدريد معانا حارس كبير لكن في النهاية ان الحارس الاساسي والحارس اللي بقاله فترة طويلة كل دي مؤشرات يا كريم تقولك انه ممكن جدا 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 وهنقلك كولر قال لي اللي لعبها النهاردة من المنطلق اللي انا بقوله لك ده اه من يالي؟ طيب ماشي لو انت عشرة هو تنقل على محمود لا ما انا عاجل محمود بس يكين محمود عايز يسمع زي اه نسمع كولر قال لي كولر كولر النهاردة ما بين كل جملة وجملة من كل جملة وجملة كان بيقول لهم بليفينت صدقوا انكم تقدروا الراجل قاعد بيشتغل فني وبيشرح لعيبة ونعمل ايه وهنقول بقى الكواليس الفنية وعمل ايه وطلب من اللعيبة ايه وحنا بنشرح بالحالات لكن الراجل النهاردة طالب اللعيبة بانها تصدق النهاردة طول المحاضرة النظرية الراجل بيقول للعيبة صدقوا انتوا فرق 11 لعيب ضد 11 لعيب اه هم فرقة كبيرة اه كل الدنيا بتتكلم ان هم عندهم فرص لكن انت مش هتكسب الا لو انت مسدق انك تقدر تكسب اللي عليك وسيب النتيجة بعدين يحصل فيها اللي يحصل انزل شيل الضغوط من على كتابك انت بتلاعب افضل فريق في العالم شيل الضغوط وهنا عشان اقف عند نقطة الضغوط الراجل بيتكلم حاول قدر الامكان العب كورة انزل اللي يتقلك اعمله في الملعب لكن ما تبقاش متكتف وانا بقول لك لما نجي نتكلم بقى في التوصيل الفني الراجل طالب حاجات هتتعامل بكرة بعض الحاجات التكلفات اللي خدها تبدو دفاعية وتكلفات اخرى تبدو غاية في التحرر فالراجل بيكمل مدرسة التوازن من قبل ما المطش يبدأ ومن قبل ما نيجي بكرة انا بقول لك الراجل هيعمل ايه بكرة واحد تين تلاتة لكن الراجل النهاردة كان مركز مع كل اللاعبين كل اللاعبين قال لهم صدقوا ان انتو تقدروا تكسبوا لان انا مصدق لان انا مصدق ان حظي في المباراتين اللي انا لعبتهم وانا لاعب مع ريا المدريد وما كسبتش ان انا مش هتغلب تالت من ريا المدريد ودير سالة مهمة جدا 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 من مارسل كولر السلام السورة يعني اكبر معبر عن الراجل ده وانا السورة دي كانت لا لا سورة السورة دي ومحطنا يعني محطوطة زي حاجة تحفزية يعني للسوشال ميديا وجماعير الاهلي فانا مؤمن تماما 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 كريم انه الراجل ده راجل واقعي جدا 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 فلما يقولهم صدقوا ان احنا نقدر نكسب هو الراجل مش بيعمل جيم من اجل التحفيز السورة دي هتبقى سورة تاريخية حلوة ديزاين يعني اه طبعا وانا بقولك ان شاء الرحمن يعني بكرة ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن اذا شاء المولى هنيجي بكرة وقود سورة انا على يدها ان شاء الله ان الراجل ده كان من اسباب ان الله دي الاهلي يوصل فائل كاسحالم قانديها بإذن الله انا محب التفاول بتاعك لا يعني بجده مش بهارضة بس التفاول بتاعك ده بيحفزني يعني بيحسسني ان شاء الله وانا متفائل والله تفاول مشبب مش تفاول عاطفي ابدا طايل محمود بيه انا معاك ريال مدريد السؤال اللي بيقوله انا فرحان انها بس السؤال ده بصراحة ما هي نقاط ضعف وقوة ريال مدريد فيه نقاط ضعف وقوة في اي فرقة في العالم ولكن احنا بنكرم ريال مدريد فلازم نحترم اسم ريال مدريد ولكن قبل ما كللمك عايز احط ايدي بجيبها طوال قبل نقاط ضعف وقوة ريال مدريد ريال مدريد كل العالم عارف ريال مدريد بلعب ازاي وريال مدريد برضو بيكسب كل العالم عارف ان ريال مدريد ببداخل مباراة كتيرة جدا مش هو الأوبر هند زي مباراة تشيلسي سان فاتن مباراة باريس سان جرمان مباراة السيتي تلت مبارايات غالبه مفروض تبقى للفرقة التانية ورمونتادة والحد اخر دي او بيعمل نتاج غريب ولكن عاوز اقول لك صعوبة المباراة احنا بنتكلم دايما من الجانب الاهلاوي ولكن لو تكلمنا من الجانب التاني ريال مادريد بيمر بظروف صعبة جدا فرق النقاط ما بينه وما بين بورشونة وصل لتمن نقاط خرج من كاس اسبانيا خرج خسر في السوبر الاسباني في الكلاسيكو سوبر اسبانيا اللي كان معمول في السعودية وقدامه الفرصة الوحيدة بعد ما تدوري الى حد ما بين بورشونة افضل هو الشامبينجزيج وعنده مواجهة قوية قدام ليفاربول حتى لو ليفاربول سايد لسه يفضله كاس العالم للانديا عارف انت يا كريم وعارف يا جيمي انت لما بيكون في بطولة في النص بتاخد نفسك فيها شوية للضغط الجماهيري والضغط الاعلام هي بطولة في النص وهي بطولة مهمة جدا وبطولة تضاف لبطولات القرية بتاعته ويعلى اكتر في العادة الارقام فتكمن المشكلة بتاعت صعوبة مباراة بكرة ان الحافز اكيد عند انش لطي نظرا ان فيه غيابات كتيرة جدا موجود ولكن زي ما جيمي قال وزي ما احنا بنقول اكيد يا كريم الفرقات بتقل بسبب ان اللعيبة كتيرة جدا او اللعيبة هي التوب او اللعيبة اللي في البيك بتاعها مش موجودة زي كورتوعة عقد ليفاربول السنة اللي فاتت زي بنزيمة انا بالنسبالي غياب كورتوعة مش هيبقى تصوري يعني عشان قال لي مش هيروح كتير بطبيعة الحال ان شاء الله يا رب يروح بعشرين فرصة بس مش هيروح كتير بس تأثير غياب بنزيمة هو اللي جبير جدا طبعا طبعا اكيد تأثير غياب بنزيمة بنزيمة هو الفكر السحري الانشلوتي لحل اي مشكلة في اي فريق بيلعب ريال مدريد سواء بيلعبه كومباكت او سواء بيلعبه بيسيب له الاستحواز كريم بنزيمة يطلع بره الثمانتاشر يصحب معه واحد يفضل فينسيوس جونيور يدخل بره ويدخل يكات انسايد اسنسيو عشان يشوت بيعمل حاجات كتيرة جدا هو مربط فرص ولكن خليني اقولك هتقول دي بقولك برضو غياب مين اللي هيبقى مؤسر قوي مندي طبعا عشان مندي لما بيشتغل مع بيسيوس غير لما كامافينجا او ناتشو او اي حد بيشتغل مع بزبط ولانت متفرج على كامافينجا حتى في مبارات ريال مايوركا اللي فاتت هو عارف انت باكليفت عادي جدا 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 انه مش مكانه هو مميز جدا ان هو ديستروير قوي جدا ودايما كان بيبقى تغيير التكتيك الانشلوتي في كل المبارات اللي اتعمل فيها المنتدى كامافينجا بنزي الشلوتي التاني الدنيا بتتغير تعالى وريك ازاي ريال مدريد بيدافع او بيقف ازاي حلو تمام اول حاجة خالص معنا في الحالات الحالات الدفاعية واتوريني الالي ازاي استغل ده بالزبط كده اول حاجة هنا احنا عندنا دي طريقة لما ريال مدريد بيتلاقي عليه الكورة الفرة كلها بترتد باستثناء اتنين لعيبة وهم طبعا فينيسيو جونيور ورودريجو او بنزيما ايا كان اللي موجود فانت هتلاقي هنا في الصورة فيه تمن لعيبة الاربعة بتقع خط الدفاع تلاتة بتوع نص الملعب بتضمن لهم اسينسيو واللي راجع ده هو كل القصة عند انشلوتي اللي هو فالفيردي هو اللعيب اللي بيقوم له بأدوار هجومية ودوار دفاعية نشوف الصورة اللي بعدها من الحاجات الغريبة جدا في اللي موجودة في ريال مدريد ان دايما السنتر باك سواء ناتشو او سواء رودجر بيطلع اوف بوزيشن واللي بيخش مكانه تشاوميني في نص الملعب دي الكورة اللي جات هدف لريال مايوركا اللي عليه الدائرة ده يا كريم والعليه الدائرة ده يا جيمي ده رودجر رودجر طلع بره مكانه خالص واللي دخل مكانه تشاوميني فبالتالي اتخلقت المساحة اللي عيب مايوركا ان يبقى واحد على واحد معناتشو اللي مش مميز في ضربات الراس فالراجل ام دخل وخد الكورة منه واعتقد ان اللي انه كان ممكن يجيبها كورة كتساءلة شوية ولكن زي ما بقولك تأسير كورتون شوف الحالة اللي بعدها عشان اوهريك الوف بيطلع منه بص رودجر فين وبص تشاوميني فين واللي لعب الكورة اللي لابس احمر مهاجم ريال مايوركا هو فقط معناتشو مفيش اي سنتر باك تاني جوه التمنتاشف ده معناه ان دايما السنتر باك بتاع رودجر بيطلع من مكانه نشوف الصورة اللي بعدها زي ما انا بقولك برضو شوف هنا اللعبة من اولها خالص بص رودجر طالع بره مكانه خالص وتشاوميني هو اللي داخل جنب ناتشو علشان خاطر يعمل العمق نشوف برضو الصورة اللي بعدها اهوه هتلنت او طولي بتاع رودجر ده وتاني روح تربطه بسرعة في حمد فتحي اه حمد فتحي يبقى في المنطقة ديت لوحده السنين يعني اه نتمنى كريم بس نقالي هيروح نشوف الحالة اللي بعدها نشوف دي صورة تانية ده تاني كريم مين اللي ماسك المهاجم بتاع مايوركا ده الروديجر مين جنب رودجر؟ شاوميني مين اللي طلع برا؟ ناتشو ناتشو هو اللي طلع فموضح ان فيه تعليمات ان في الكونتر اتاك وفي راقمات مرتدة بيع مكانك واطلع خد اللي جاي الوينج اللي جاي وسيب المكان بتاعك هيرتدله بسرعة شاوميني عشان يعمل التغطية ويبقى سنتر باك داني فده معناه ايه؟ انت في اوف بوزيشن لعيبت ريال مدريد بتطلع كتير اوف بوزيشن بتطلع برا مكانك نشوف الصورة اللي بعدها هنا نفس الكلام برضو هنا برضو بيحاول ريال ميروكي اختارك من العمق بص هنا ريال مدريد زاق شوية كان بيلعب ضغط عالي لحد قبل نص ملعب شوية مين برضو اللي بيجري على اللعيب؟ نكمل الصورة اللي بعدها ده برضو ناتشو بيطلع برا مكانه نكمل الصورة اللي بعدها بص يا كريم الكرة هي تقطعت بس بص المساحة اللي موجودة وناتشو بعيد ودايما فيه مساحة ما بينه وما بين روديجر فزي ما انا بقولك دي من اخطر الحاجات اللي بتبقى موجودة دايما ان دايما اللعيبة ريال مدريد بتطلع off position تطلع برا مكانها وده الطريقة اللي لازم يستغلها النادي الاهلي في ان دايما لما بتروح ما هتروحش بواحد بس لازم دايما بتروح بالتلاتة والتلاتة منهم دور الأجنحة مهم جدا جدا ويفضلوا يروحوا ورا بعض يعني اللي اوفرلاب عشان خادر تخلق المساحة اللي ريال مدريد اكيدا هيكون سابها لك لان ريال مدريد بنسبة كبيرة جدا يا جيمي هينزل المباراة كابس بنزين بايس على الاخر عاوز يخلص المطش بدري بدري هيتخلق مساحات وهتخلق هتخلق مساحات كبيرة جدا فعشان كده بقول دايما وجود احمد عبدالقادر هيبقى مهم جدا على الخط قدامك اربخال والناحية التانية يعني مش عارف اللي افضل نكون حسين الشعاعات ولا طار محمد طار ولكن اتكلم عطار محمد طار هنيجي على تشكيل امسل عشان لسه هختلف معاك في المطاعة من الابتالي تمام ماشا اللي يخش معنا كمال في الاختلافات دي الاهل ازاي يكسب ليال مدريد باكرة عشان شفت سؤال غريب سؤال غريب عشان الواقع اللي احنا عايشينه يعني لا والله بس انا حبيت السؤال احنا ببعيني رجل متفائل بلاكش سؤال غريب عشان هو سؤال غريب عالوضع اللي احنا فيه انو الاهل بلاعب الهل مدريد ونقول ازاي الاهل يكسب طبع طبع فشكرا للهل نوع عايشنا الحال الحظ بيديوهم فيلمية بصة كريم بستثناء مباراتي بارشلونة سوبر وليجة اي فريق كاس براي المدريد هو فريق كم بيلعب اربعة خمسة واحد كل الفرق اتليتكو حتى لما لعبت مباراة كبيرة قدام ريال مدريد اربعة خمسة واحد مايولك اربعة خمسة واحد برايو بايكانو اربعة خمسة واحد تلعب اربعة خمسة واحد بتشتغل على الكاونترز ريال مدريد دي بتري تبني عيوبه لما يسيب مناطقه طول منتل اللي بتهاجم وفرقة زي ما عمل مع تشيلسي مع باريس سان جرمان مع السيتي لما الفرقة دي هي اللي كان بتروح فكان هو عنده السرعات عنده كاريم بينزيما بيعرف يستغل عنده بينزيس جونيور فبيعرف يشتغل في اي فريقة عايزية عبريال مدريد جدا جدا يقف مناطقه كويس قوي يعمل ميت بلوك ما ينزلش تحت ويعمل له بلوك او يعمل دفاع متوسط مش دفاع منخفض علشان ما يضغطش نفسه وقت طويل يعرف ازاي يخرج بالكورة وهجيلك اقولك ازاي الاهلي يعرف يخرج بالكورة بتغييرة بسيطة في خطر نص ازاي تقدر تعمل ده تعالى نشوف ايه اكبر رعيب حتى محمود هو بيشرح العب ده باين رغم ان هي حالات غير الحالات ومطشاط غير المطشاط العب ده باين ريال مدريد ده لما بيلعب بالاربعة تلاتة تلاتة او بيقلب اربعة اربعة اتنين وهو بيدافع في بعض الاحيان لما بيدخل اسينسيو جوه في بعض الاوقات من المباراة عنده مشكلة ما بين الخط الخلفي وخط ومطقة ووسط الملعب دايما حتى مع أسابات شاوميني في سبيس كبيرة جدا ما بين الخطين اللي سبيس دي اي فريق بلاعب ريال مدريد وانشغل الحالات وحنا بنتكلم اي فريق الحالات الدفاعية بتاعت ريال مدريد اي فريق بلاعب ريال مدريد بيشتغل على المنطقة دي لازم الجناح يدخل يشتغل بصها كريم دي مباراة قطليتكو مدريد بص انت ايه اللي بنسبالك غريب جدا من قبل اللي بنبتلي ينشرح ان اللعب ده بيستريم ازاي هنا صح اللعب ده بيستريم ازاي هنا الوحده والسبيس دي كلها موجودة وقفين خطين خمسة في الخط الخلفي قدامهم تلاتة محدش ماسك حد طب ايه اللي هيحصل الراجل ده بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة عنده اوبشنز كتير جدا جدا هيروح لافف هاتلي السرعة اللي بعديها هيروح لافف حطتها على الرايت حطاها على الرايت بمنتهى البساطة كمل هاتلي الفريم اللي بعده اتحطت على الارض العيب في وسط اربعة بروح يكمل وحطه كروش ما كفاضي العيب ده في كل المباريات اللي ريال مادريد بيعمل فيها نتائج سلبية فيه كمان مفارقة غريبة جدا جدا سلبية عند ريال مادريد متفق جدا مع محمود عن ان الدوافع مختلف وما عايزين يخرجهم من الحالة الغير جيدة اللي موجودة في الليجة لكن خلني اقولك ملاحظة سهيئة جدا ريال مادريد في اخر ستة مباريات في اخر ستة مباريات تأخر فيهم في النتيجة استقبل هدف اول عشرين دقيقة في اخر ستة مباريات تأخر فيهم في النتيجة مفارقة غريبة جدا زيهم شاهدين بالهم لحد النهاردة ببتري ضاغط بس لما ببتري ضاغط ودايس بنزين زي ما محمود بيقول ابو فضي ورا فبس اكتر وقت ريال مادريد بيستقبل فيه اول عشرين دقيقة فيه ثلاث مباريات منهم في آخر ستة اللي تأخر فيهم في البداية في آخر ستة مباريات بقى يعني هو آخر ستة مباريات تأخر فيهم كان بيحصل كده وفي آخر ثلاث مباريات لعبهم ريا المدريد تأخر في النتيجة في آخر ستة مباريات تأخر في النتيجة في ثلاثة رجع في اتنين واحدة اللي تأخر فيها مقدرش يرجع وخسر المباراة لها مباراة مايوركا لها مباراة مايوركا الأخير فكملي بقى على بقية الحالات هو ده. بص بقى كريم. هنا الراجل ده بيستقفشة بيستلم فينا كريم. نفس اللي احنا بنتكلم عليها اللي فيها مشكلة. المسافة اللي ما بين خط الدار وخط الوسط. هنا بتكلم على اوكلند. فريق ضعيف جدا وبتكلم على ريال مدريد. لكن نفس الغلطة نفس المشكلة. انه دايما لازم قفيه لعيب. سواء قفشة او حسين الشحاية اللي هيبقى موجود منهم في الملعب بكرة. لازم يتواجد في اللي ما بينه الخطين هو اللي يطلب الكرة. كمل الحالة. هوريك ان هي نفس المشكلة ونفس الغلطة. كمت. كمت. الاعتماد على تاو الخروج ببص المنطة ببص الاسبيس قديه? نفس الاسبيس دي كانت مخلوقة مع ريال مدريد. فلما يكون ريال مدريد عنده خطأ كارسي بيعملوا طوال المباريات الاخيرة امام كل الفرق. سواء فرقة كبيرة ازا هتليقكم مدريب بارشلونة. او فرقة صغيرة زي رايو فيكانو. وبيغلط فيها. ولازال بيغلط في نفس الغلطات ومش قادر انشيلوتي يعالجها. وانت عندك نفس النقطة اللي بتعرف تستغلها وتشتغلها كويس. حتى في مباريات الدوري المصري مع اختلاف الفرق وان انت بتلاعب ريال مدريد. لكن يبقى لعيب ككورة موجود تقدر تستغله. فلعيب الكبير اللي عند ريال مدريد مليون في المية. ده السلاح الاول للنادي الاهلي اللي يقدر انه يسجل من خلال اللي بيعملها النادي الاهلي. وانه ازا يقدر يستغل للعيب الكبير اللي لسه لحد دلوقتي مالوش حلول حتى في ظل الريابات. عظيم جدا. حلو اوشي. بس من ناحية تانية. ريال مدريد خطير. طبعا. هنجدب. لا طبعا. اش هنجد. يا مدريد بقى هجومان بيشتغل ازاي والاهلي يتعامل معه. ريال مدريد معظم الفرقة اللي بيقابلها بيتلعب كومباكت عليه. وبيلعبوا يا لو بلوك يا ميديم بلوك وبيعملوا زيادة عددية. فالتركة بتاعت ريال مدريد وافضل مين بيعملها ممكن يكون في العالم مع مانشستر سيتي هو ريال مدريد بان انت دايما بتخرج من مناطقك تسحب الفراودة يعني او التلت الهجومي. الاجنحة والفروت ايان كان بنزيم او ردريجو بيخرج من مناطقه علشان خاطر يكشف المساحات الصغيرة ويقدر انه هو يحط واحد زي فينيسيس جونيور بمهارته الكبيرة جدا على الجانب الشمال انه هو يقدر يعمل دريبل من واحد واثنين وتلاتة. هو ممكن يكون افضل دريبلر في العالم في الليفت وينج. هو من افضل اصلا تلاتة الليفت وينج في العالم. فقصة كلها والمشكلة الكبيرة كلها تكون في فينيسيس جونيور هو مكمن الخطورة الكبيرة عند ريال مدريد. فرقة كلها. لو بتهاجم من عن ناحية فينيسيس جونيور انا هحاول ان انا اخلق لك المساحة عشان تعدي تحط في موقف واحد على واحد لو انا بهاجي من الناحية التانية هحاول ان انا اخلي اسنسيو ادخل كاربخال معايا على الخط عشان برضو يسعب حد واسنسيو يكت انسايد لجوه عشان يستغل عامل التزديد اللي واحدة من اخطر الحاجات اللي موجودة في ريال مدريد هي التزديد ريال مدريد في ماتش رايو ريال مايوركا اللي فات شايتين سبع تزديات من برا ال 18 بسبب الكمباكت فمتوقع جدا ان بكرة نشوف ان ريال مدريد بيسدد كتير جدا من برا ال 18 تعال هنشوف مع بعض ايه الحالات اللي ريال مدريد بيحاول دائما يحط فينيسيو جونيور فيها وبيهاجم ازاي دلوقتي احنا هنا عندنا كريم من الحاجات المهمة جدا قلنا نادي قال يبقى 4-3-3 فمن المهم ان الاتنين اجنحة يرجعوا يضوموا مع الاربا عشان الطريقة تتحول لستة-3-1 علشان اعمل ستريتش للملعب واعمل سلاسيات عند كل جنب خصوصا الجنب بتاع فينيسيو جونيور هنا فينيسيو جونيور زي ما بشوف هنا بص الدخل اللي بيحاول يسحب معاه حد ده نكمل الكرة هنشوف ان فينيسيو جونيور معاه كرة عدم الاولاني نكمل برضو الفريم اللي بعده بص يا كريم عدم الاتنين واسرع دخل معاه واحد تالت نكمل بص بقى واحد اتنين تلاتة عليه خلاص القطرة تغلب الشجاعة في المساحة الصغيرة القطرة بتغلب الشجاعة مع فينيسيو جونيور في المساحات الكبيرة ولكن في المساحات الصغيرة فمهم جدا وجود سواق حسين الشاحات أو طهر محمد طهر اللي هيلعب مع الباك رايت اللي هو هيبقى محمد هاني مهم جدا قاله ديانج أو السلاية أو حمد فتحي أين كان اللي هيميل للنعية دي إن يبقىهم على الطول قرابين من بعض ولما حد يحاول ياخده ويسحب بيه يطلع بيه لبرة محدش يطلع معاه لبرة عشان ما تخلالوش المساحة نشوف الكرة اللي بعدها هنا نفس الكلام من الناحية بقى إيه الناحية التانية بتاعت أسينسيو هنا كاربخال معاك كرة مين اللي وقف على الخط أسينسيو كاربخال بيلعب الباص لأسينسيو نكمل الفريم اللي بعده كاربخال دخل فين دخل جوه الملعب دخل جوه الملعب لها كريم عشان ياخد تشتيت وانتباه الراجل المفروض اللي هو الباك اللي مفروض جنب الستوبر وواحد من نص الملعب نكمل الكرة اللي بعدها نكمل الفريم اللي بعده طبعا كاربخال خاد الاتنين طلع بره عشان اسنسيو يكات انسايد نشوف الفريم اللي بعده عشان تتخلق له المساحة ويشوت دي من اكتر المميزات اللي بيلعبوا عليها الريال مدريد يقل لها بيجمع اللعب ناحية اسنسيو ويعمل العكسية الناحية التانية ودي اللي شفناها في مبارات ليفر بول وريال مدريد واستغلال الظهر والكور العكسية اللي مميز فيها جدا في نيسس جونيور انه هو دايما بيجبس ويرا اخر حاجة عاوز وريالك نشوف زي ما بقولك اسنسيو بيشوته هنا برضو نفس الكلام الكورة مع ريال مدريد هنا اللي بيزق برضو نفس الكلام كامافينجا بيسيب مكانه خالص وبيزقه اللي طلع بره ده على فكرة ده فينيسوس جونيور اللي على الشمال خالص عند الخطة ده كريم فينيسوس جونيور شوف فينيسوس جونيور فين واللي هنا بقى اللي بيطلع بره مكانه رودريجو ده اللي انا بقولك عليه ريال مدريد مفيش التزام خالص في الحتة اللي قدام من العبق ماماكينها هنا كامافينجا بياخد برضو تشتيت الناس عشان قاطر تسيب المساحة نشوف الفريم اللي بعده عشان خاطر الكرة تتلعب ليه رودريجو او فينيس جونيور الاتنين مميزين جدا عن الخاطر اللي هما سراع ورودريجو بياخدوا الكرة نشوف الفريم اللي بعده شوف يا كريمة هو الراجل كامافينجا سحب معاه الاتنين عشان خاطر تخلق الفرصة ان هي تبقى واحد على واحد او واحد على اتنين ليه رودريجو او فينيس جونيور كامل الفريم اللي بعده لغاية مكورة بتطقطها فمن الاشياء بص عندك واحد اتنين والتالت هيخش عليه فبقولك ببضغط كبير جدا وده اللي كان مميز بيه جدا اجيري هو كان بيلعب خمسة اربعة واحد وكان عامل جيم كومباكت وبيعتمد على الكونتر اتاكس فدي انا ليه جبت الصور من المباراة دي علشان يا كريم دي اخر مباراة ريال مدريد لعبها قبل مباراة النادي الاهلي زائد ان الاسكواد اللي ابتدها المباراة هو بنسبة تسعين خمسة و سعين في المية هو الاسكواد اللي هيبتدي مباراة النادي الاهلي لان طبعا الغاباته وشفنا كرتوها مش موجود وبينزمة مش موجود والكلام ده كل فزي ما بقولك النادي الاهلي لازم ما يسبش مساحات خالص خالص لريال مدريد ياخد باله من التزديدات واخir حاجة عاوز اتكرمك عليها وهي الضربات الروكنية dia kalian madrid مميز في الدربات الروكنية اللي هو ميلاعبش دربات الروكنية بطريقة واحدة بس بيلعب بالكزا طريقة. یا الى الطريقة الاولانية اللي بيحط دايما اه واحد من المساكين الطوال يوقف قدام الحرص المارمه عشان يدايقه. یا يلا بيلعب الكرة دايما اللي بيجي يلعب. بيبقى عدلته دايما علشان الذي يبقى الغور مش زي علي المعلوم يعني علي المعلوم بيلعب بلعب برا. لعبت ريال madrid دايماً بيلعب الكورة مودريتش دايماً هو اللي بروح لعبها سكرول جوه. والتالت حاجة دايماً بتلاقي ان بتعمل دابل باس من عند الكورنر عشان مودريتش ياخده الكورة. ومن على قصة التمنتاشر بيلعب الكورة اللي هي بيلعبها على طول الروديجر واللي جابوا بيها اجوان كتيرة جداً مودريتش مميز جداً في الحتة دي اللي يلعب على الكورب بعيدة الروديجر اللي بيعمل زيادة عددية وشوفنا في المباراة اللي اتعادلوا فيها في الروديجر دايماً لما يكون الروديجر عاوز اتعادل او عاوز يكسب بيطلع على طول عشان يمميز جداً في ضرباتهم. طبع. عظمة. حبيبية كان العادة يعني. حبيبية كيف. حسنا كمانين مع حدراتكم بعد الفاصل نواصل ان شاء الله خليكم معنا. يا جماعة الكلام حلو قوي. هو حلو قوي عشان محمد جبان ومحمود شاكل اللي بيقولوه وحلو قوي عشان احنا بتتكلم على مواجهة او تحليل لمواجهة او مقابلة مواجهة تجمع بين الاهلي وريال مدريد. في حلاوة بعد كده ما فيش حلاوة بعد كده. لو استاذ جيمي بما يرضي الله قولي. الاهلي مفقود ياخد باله من ايه بكرة عشان نضمن ان المباراة رايحة لسكة كويسة ان شاء الله. خمس ممنوعات. خمس ممنوعات. اه. ممنوع الاهلي يعملون بكرة. يعرف تدخل كده لو اه. ده قل حاجة. خمس ممنوعات. الاهلي معنومش بكرة باي شكل من الاشكال. خليها نشرح يعني اتشغل الحالات او انا بتكلم. مش اشترح الحالات او انا. شغل حالات ريال مدريدي الهجومية. رقم واحد. انه ممنوع ان تساب المساحة لفينيسي الجونيور باي شكل من الاشكال طول الوقت. الاهلي كان بابل حاجة حلوة قوي هو بلعب اوكلند الفريق الصغير. لما الاهلي كان قافل وعايز يبتلي كاونتر كان بيلعب بستة بيدخل هاني ومعلول جوه وبيرجع الجناحين يلعبوا. فبيلعب بستة. اعمل نفس الشكل. لكن لازم الجناح والباك يبقوا اوفرلابينج على بعض ما موش جنب بعض. اي. علشان طول الوقت انا مرحل مش بلعبة واحدة فينيسي سيعدي او بلعبة واحدة الجناح ادي. طول الوقت ما تسابلوش مساحة. ما تسابلوش مساحة ازاي? العب كومباكت جيم. العب مطش بلغة الكورة غلس. ديق المساحات وخلي دايما فيه باك كب في لعب واتنين في كل جبهة. اعمل الجبهات اللي انت بتعملها. فواحد اوعى تسيب مساحة لفينيسي جونيور خاصة في الكاونتر. يعني ما تطلعش وتندفع حتى لو الاهل استقبل هدف وعايز يرجع في النتيجة ما تطلعش وتندفع وتسيب مساحات لانك هتعاقب فورا لو سبت مساحات خاصة في الجبهة اليسر ريال مدريد الجبهة اليومنا للنادي الاهل اللي فيه محمد هاني. اتنين اوعى تسيب اليو ديانجي لوحده زي الخطأ الوحيد الفني الذي لم يعالج كليا من مارس الكولر من بداية الموسم. عولج لكن مش بشكل كامل. ما اوعى تسلعب اربعة واحد اربعة واحد. العب اربعة تلاتة تلاتة زي ما انت لكن اقلب الثلاثة بتعوسط الملعب. بدل ما انت بتلعب بمسلس مقلوب خليه مسلس معدول. يعني ايه بدل ما بتلعب برأس المسلس قدام الرباع الدفاعي خلي عمر السولية يبقى جنب اليو ديانج واعتمد على الانطلاقات بتاعت حمدي بالتبادل مع عمر يبقى في واحد او بي ديانج. لازم في واحد واقف مع اليو ديانج طول الوقت. طيب النقطة دي لو عملتها هتودك للممنوع التالت. الا وهو اوعد سيب سبيس لا في ساكند بول لا في كرة تانية ولا في اوبن بلاي ولا في اي انطلاقات للريال مدريد تدي له مساحة للتصويبات. عنده اللعيبة كلهم بتع الخط الامامي وخط الوسط مصاببين جايدين جدا. بكلم على كروس. لوكا مودريتش. اسينسيو. فينيسيوس. فالفيردي. وحتى رودريجو. بيشوت مسافات اقرب شوية. لكن كلهم مصاببين جايدين. انطلاقاتشو بيشوت كويس. فانت لازم الارباع. بيشوت كويس. كله كله بشوت. روديجر كان بيجوان مع تيلسي. فانت اوعى اوعى. اللي احنا قلناها. النقطة بتاع انك هتقلب الاتنين واتنين جنب بعض. تلعب بدابل بي في اتنين اللعيبة مركز ستة. بدلا ما انت بتلعب باتنين اللعيبة مركز تمانية. دي النقطة دي هتخليك تمتنع عن الاتنين. انك ما تشيبش. لا تسيب ما بين الخطوط ولا تدي المساحة للسكند بول. النقطة الرابعة والنقطة المهمة جدا جدا. اوعى تنزل تحت لوبلوك. اوعى اللعيبة مع الخوف ورهبة المباراة وبلاعب ريال مدريد. تروح نازل بالفرقة تلعب في تلاتين خمسة وتلاتين متر. اه هتضايق بس هتستقبل هتستقبل. لان الفرقة اللي بتلعب لوبلوك طول الوقت. اه بترهق الفرقة اللي قدامها. لكن هتخليك انك هتغلط لانك قربت المنافس بتاعك. وانت بتتكلم على منافس اسمه ريال مدريد عنده بدل السلاح خمسة. في الخط الامامي. فاوعى انك تنزل بلوك ميت بلوك من على دارة السنتر زي ما بتلعب بس قلنا بالدابل بي بوت. دي النقطة الرقم اربعة. النقطة الخمسة والنقطة المهمة جدا 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 جدا. لانها تخص جزء الهجوم للنادي الاهلي. اوعاك تضيع فرصة بكرة قدام ريال مدريد. لانه دي نقطة الضعف الكبرى عند النادي الاهلي. لما نيجي مش عايز اروح لارقام تحبت الناس. لكن الارقام فيما يخص تحويل. على الفرص الخطرة اللي بيتم صناعتها من خلال السيستم اللي خلق امرس الكولر. ارقام سيئة جدا جدا. انا رايح لما نيجي نتكلم على التشكيل متوقع. لانه مش هنلعب لاب الشريف ورق بحربة. ده ده رأيي. فلو انا رحت لتاو لحسين لعبدالقادر وهنا هقف عند عبدالقادر. عشان نقطة القصة بتاعة اضاعة الفرص الخطرة مش مرتبطة بس النار بضيع قدام الجون. مرتبطة بالقرار والصناعة. مناس كتير وانت منهم يا كريم على ما اظن. لا تفضل ان احمر عبدالقادر يبدأ بكرة. انا افضل جدا ان احمر عبدالقادر يبدأ بكرة. افضل جدا ان حسين الشحات يبدأ بكرة. ليه؟ احمرين بنتكلم هنلعب بضابل بيفوت. ففيه ستة هيبقى مهامهم معظمها دفاعية. بنتكلم ان محمد هاني ما يعملش الزيادة عشان اللي سبيس بتاعت فينيسوس. فانت بتتكلم على انك فقط الجناح اليمين نوعا اللي جابها اليمين شوية من ناحية الهجومية. وحطيت اتنين بدل ما بتلعب بضابل ايت اقرب للمرمى بتاع المنافس رجعتهم ورا. فكمان هلعب طاهر. اللي هو مميز جدا في الواجبات التكتيكية. لكن على الصعيد الهجومية الجودة اقل شوية من حسين وعبدالقادر. فانا محتاج اتنين يعرفوا يقفوا على الكرة يسحبوا لي الفرقة. انا طول الوقت هابقى تحت. فانا عايز اتنين يعرفوا يقفوا على الكرة يعرفوا يسحبوني. من خلال ان هو يقف يويت لثانية او اتنين يطلع الفرقة الفوق. اول مباراة اللي اعيبها لالفكيسة لان دانموس والساني فات كانت مع مين?. كانت مع اول منت��이 المكسيكي طاهر محمد طاهر عمل مباراة جدا. هبفكرة دي كانت بتاعته اه. طاهر محمد طاهر عمل في المرة دي شغل يهجوم يعظون جدا ولا في العجبات المهاجم. بس. في العجبات المرتدة. انا قلت لك هنا بتكلم على الاجنحة. وقلت لك انا لا افضل انه يلعب بشريف وكهرباء. لما نيجي نروح لقلت المهاجم هقولك يا تاو يا دواهر. انا بصراحة انا انا في تشتت ما بين هل هو الافضل يكون حسيني الشحات ولا طهر محمد طهر. طهر محمد طهر على النواحة البدنية قوي جدا وغلاوي واجريسيف. وفي سرعة العدو طولي بيبقى سريع جدا. حسيني الشحات الناحة التانية كاس عامدة بتاعه. يعني هو في كده في كميا ما بينه وبينه بطولة. زاد ان هو لقى قدام ريال مدريد قبل كده. وحسيني الشحات جواه التمنتاشر وفي المساحات في شوية حاجات كده بيعملها بتطلع منه بتبقى غريبة حتى على المشاهد ولكن بيبقى رائع. فعشان كده بقولك انا عاوز استغل العامل النفسي لحسيني الشحات. بس سواء حسين او طاهر. انا الاتنين بالنسباني رائعين. بس انا بفضل طاهر. لأ دي الحيرة الحلوة الكبرى اللي عند حلوة وكبيرة. عند مارس الكولر في ثلاثي الجابهة اليمين. كل واحد منهم في سبب يخليك انت كمدير فني او انت كجمهورة او انت كمتابع. تفضل ان ده اللي يلعب. لما تيجي تقول بيرسي تاوي الحالة الجيدة اللي عليها بعد الاصابة والمباراتين اللي اللعبهم ما ممتاز. وحتى الجول اللي سجلوا في كاس عامل اندية هو طالع من الجابهة اليمين. ادي واحد. طب حسيني الشاحات هو افضل العيب في الخط الامام للنادي الاهلي من حيث سبات المستقى في المبارات العشرة احداشرة الاخيرة. طب طاهر. طاهر المباراة شكلها بتاعته. بنتكلم على جابها شمال خطيرة جدا. وانا عايز اقفلها بمحمد هاني وطاهر علشان اقفل على فينيسيوس. وعطى الجزء كبير من الجزء. فتلاقي ان كل واحد دي حيرة حلوة قوي. عند الراجل عند عند مارس الكولر. انا واحد من الناس كل حاجة لها كل حاجة لها ميزوا عيب. طب انا انا ممكن احلل الحيلة لكلها. قول. قول. ملعب حسيني الشاحات وطاهر وبيرس تاوي. طب انا اقولك على حاجة اتعاف انا عاوز مين تاتر قدام. نقل الطاهر. نقل الطاهر. نقل الطاهر اللي فات. حسيت ان طاهر بقاله فترة بعيدة عن النحية الشمال. مفتقد حساسية المكان شوية. شوية. فمحتاج. وانا في ماتشر احمد ريدي انا مش قادر اجرب. ما عندش اوبشنز ان انا اللعيب يبقتيه ربع ساعة. او حاسس ان هو مش حاسس بالمكان. عشان كده انا شايف انه الحيرة اللي عند الراجل هتكون عبقادر هيلعب ولا مش هيلعب. تاني. انا عارف ناس هتتكلم على انه الحملة البدنية وان القدرات البدنية بتاع عبقادر مش افضل شيء. وان القدرات الدفاعية بتاع عبقادر مش افضل شيء. محتاج لعيبي يشدني يا كريم لفوق. انا عندي لعبة تقدر تعمل الشغل التاكتكل في الجزء الدفاعي بشكل كويس. عندي سبع لعبة. حمدي والسلية والديانج والرباع الخلفي. ولو لعبت طهر بعندي تمانية. طب ما انا محتاج واحد يشدني لفوق. الملعب ما ينفعش عادلة الملعب ما تنفعش حسين وعب قادر لتنين على البنش. دي وجيت نظري. لتنين على البنش لأ. يعني الراجل لو راح لواحد ومعاه طاهر في ناحية تعدي. يعني لو راح لحسين ومعاه طاهر في ناحية التانية تعدي. لو راح لطاهر انه يلعب فرود وحسين يلعب يلعب جناح تعدي. لكن هو ما بيجربش طاهر خلص في دي. لكن انه انه حسين وعبد القادر لتنين ما يبوش موجودين في الملعب. عندنا مشكلة كبيرة جدا في القفعة الكل. انا انا شايف بقى التلاتة اللي قدام الافضل. يعني افضل حاجة لما رسل كولور غدا مقارنة بالفرقة اللي انت هتلعبها وبريال مدريد وبالمساحات تتسبها دي. بيرسي تاو الفرود. وعلى الناحية اليمين حسين الشاحات. ايوا. او طار محمد. وانول حسين الشاحات. وعلى الناحية الشمال. خلينا حسين الشاحات افضل. لان حسين الشاحات مدنيا افضل من طار محمد طار. mhm. بيرسي تاو مواجم احمد عبد القادر الشمال. احمد عبدลقادر الشمال ليه? مع ان احنا بننتقده كتير جدا. احمد عبدالقادر في مباراة زي دي. في المساحة اللي هتتفتح. ومع واحد زي كربخال رائع طبعا خصوصا ان كربخال كان مستقوى وحش او السنة الفات ولكن جي مثلا قدام لويس دياس في ممارات ليفر بول وليفر بول ورياما دريد في فينال قصر لويس دياس ولكن احمد عبدالقادر في المساحة اللي هتبقى موجود اعتقد ان واحد على واحد هيقدر يشدك ويطلع بيك وهيبقى ليه لمحات كتيرة جدا احنا بننتقد احمد عبدالقادر في الزعمة انه بيعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة ولكن في المساحة دي احمد عبدالقادر مميز جدا طب ليه بيرسي تاو فروت انا بيرسي تاو بالنسبة لي هو اسكى لعيب في التلت الهجومي في النادي الاهلي راجل بيعرف يتحرك كويس جدا في ظهر المدافعين لما لعب فروت مع النادي الاهلي في كذا مباراة بيعرف يتحرك كويس جدا من خلف المدافعين عنده هدوء بشكل اكتر من رائع جواه الثمانتاشر الجون اللي جابه في المباراة اللي فاتت والجوم بتاع الرجاء الجون بتاع الرجاء اي لعيب كورة في مصر كورة بتاعت الرجاء دي بتاعت الاهلي ورجاء في السوبر ايه هيحط وش رجله عطول الراجل رقص الملعب كله رقص الجماهير ورقص الرجاء ورقص الاهلي فهو قراراته مهم جدا زادي ان هو الفينيش بتاعه افضل بكتير شفنا الكورة اللي حطها بليسنج بيمين ومعينه اشوال دي نوطة اللي عاوزة اكلمك عليها عاوزة اقولك على حاجة لازم مرسل كورور واعتقد بنسبة كبيرة ان دي مش هتحصل بكرة وهي ان النادي الاهلي يفكر يبتدي الهجمة من تحته يتدرج بالكورة زي ما بيلعب خلص لان زي ما جيمي بيقولك بيقولك ما يلقاش يلعب اربعة واحد اربعة واحد ونادي الاهلي بيلعب الاربعة قالي دانج هو اللي بينزل استلم يعمل البلد اوب من تحت من الاتنين الاتنين مساكين وبتلاقي ان حمد فاتح يزق وعمر الصلاة يزق ده مش هنفع خلص بكرة ليه؟ تعال اوريك بحالة هتوريني هوريك بس هطلع فاصل انه روح لفاصل انه روح لفاصل بس شاش اللي عايز تورقوني هنروح لفاصل مستكمل ايزا الحوال ممتعة جدا مع محمد جمال ومحمود شاكر خليكم معنا قبل ما نروح لفاصل محمود شاكر كان بيقول حاجة مهمة حاجة مهمة المفروض يتجنبها مارسل كولر بكرة في مباراة ريال مدريد تكتيك معين مارسل كولر بيعمله مع النادي الاهلي التكتيك ده اكتر من رائع بس مع فرق معينة لما التكتيك ده ما ينفعش بنيك تعمله مع فرقة بقوة ريال مدريد عاوزين يشوف الحالة بتاعت مباراة اوكران سيدي بتاعت الضغط اللي كان موجود على النادي الاهلي هنا مباراة السياتل المباراة اللي فاتت السياتل كان قوي جدا في الضغط بص يا كريم هنا محمد الشناوي عاوز نبتدي الكرة من تحت عاوزك تبص على كل لعيب في السياتل وده بنسبة كبيرة ممكن تشوفه بكرة مارسل مدريد لو النادي الاهلي فكر نوعه يعمل بيلاد اوب من تحت دلوقتي مين اللي قدام اللي اتنين سنتر باك هو اليو ديانج اللي الراجل مقرب معه في النص وعمر السلازة وحمد فتحي اصلا مش في الكادر كل اللعيب ضغط اللعيب اللي هناك ده نشوف الصورة اللي بعدها هتلاقي بالزبط كل لعيب كل لعيب مع التاني بتاعه كل دورية كل لعيب من السياتل مع اللعيب بتاعه والراجل اللي هنا ده اللي هو مواجب السياتل هيدغط مفروض على الناحية الشمال اللي هو الكرة تلعبت المحمود متولي نشوف هنا محمد الشناوي عاوز برضو مصمم انه هو يلتدي الكرة من تحت نشوف الفريم اللي بعده محمد شناوي هنا بيلعب الكرة لعمر السولية بص الضغط الرهيب اللي من لعيبة فرقة نادي السياتل نكمل بالكرة نكمل الفريم اللي بعده الراجل السبق عمر السولية والراجل رقم سبعة بعد ما كان رايح يضغط على عالي معلول عمل برضو دابل بريس على عمر السولية نشوف الفريم اللي بعده بيخطفها نادي السياتل بيلعب الكرة عشان بيبقى ضغط عكسي يستخلص سياتل الكرة وشوف بقى المشاكل اللي بتحصل في المساحات بسبب طريقة اربعة واحد. اربعة واحد. نكمل الفريم اللي بعده. هنا تخطف كرة من ساتر. بيلعب الكرة اللعيب رقم سبعة. نشوف الكرة اللي بعدها. الفريم اللي بعده. بص بقى يا كريم. عشان خاطر عامل الصلاية. وحمد فاتحي. مفيش غير قاليو ديانج في المساحة. هنكمل برضو الصورة اللي بعدها. الارتداد. كان اه الارتداد من نادي الساتر. الضغط عاسي كان طبيعي. بص بقى هنا. طبعا مع الزيادة العادة ده بسبب ان فيه اتنين لعيبة. اصلا كانوا بتغطوا صعد لمحمد كان بيلعب كرة. الفريم اللي بعده. هيلعب الباص هنا مع الراجل الفيرود. بص بقى يا كريم. الراجل اللي هناك اللي وراء قاله يدينج. نشوف الفريم اللي بعده. بيطلع الراجل في مساحة فاضية خالص. كل ده بسبب ايه? كل ده بسبب طريقة اربعة واحد. اربعة واحد. اللي النادي الاهلي هيقدر يعملها مع فرق اقل منه. ولكن الفرق القوية جدا في الضغطور. لما دي بتماس بنا. فلازم النادي الاهلي بكرة لو هو عاوز يبتدي الهجمة من تحت. ما لعبش اربعة واحد اربعة واحد. واحد من الاتنين حمدي فتحي او السولية ينزل مع علي ديانج طريقة شبيهة لشوية لكارلوس كيروش مع منتخب مصر. لما كان بينزل محمد النيني وينزل معاه حمدي فتحي. وكان وكنا بشوف بلا مساعدة كان بلعب زيزو ايه حتى ما اللي كان بيزوق. فلازم واحد ينزل مع ديانج ينزل كرة من تحت. وافضل ان دي دي الاهلي ما عملش بلد اوب من تحت خالص بالطريقة دي. او من رابك. عاصم. جيمي. ناحية تانية ربما دي هاللعب بتشكيلها عاملة ازاي? تبقى تبقى لاخر من رانو. تبقى اللي ماركة والموندو توبرتيفو النهاردة بيتكلموا انه التشكيلة اللي لعب بها ريال مادريد بنتكلم على ناتشو روديجر كارفاخال ناحية اليمين. هو معنا سهولة للتشكيلة جماعة نعرض. ويبقى يبقى اللغز. بقى اللي حصل عليه اوب ديت. ما بين الصبح لحد ريال مادريد عمل التمرين الاساسية بتاعته بدخول الالابة. دخول الالابة في التشكيل والشكل اللي كانوا بلعبوا فيه هي دي التشكيلة. يلا. كما فانجا روديجر ناتشو كارفاخال والثولاسي مادريتش اه وكروز تحتيهم شاميني فينيسيوس وبالفردي وريدريجو. فيه اتنين لعيبة يا كريم انا بقول لك دول سواء لعبوا بالشكل اللعبوا بكر اساسيين او بودلا. هيبقى ليوم مكان في المباراة. الابة ده اللعيب الاولين اللي انه نهاردة دخل فيه المراد الرئيسي بشكل ممتاز. اللعيب التاني سي بايوس اللي كما معنا شوية حاجات لسي بايوس لكن ما عناش وقت بقى نقولها. لكن اه سي بايوس لعيب مختلف تماما في وسط الملعب. وهم دلوقتي بيعملوا الريبليسمينت. رغم انه عقده لسه ما تجدتش بيعملوا الريبليسمينت لسي بايوس انه يكون موجود في وسط الملعب. اعتقد انه هلعب هياخد مكان كروس. يعني اعتقد من ايه. مين فيكو بشجع على ريان مدريد. لا مش انا. حاج فيكو اه. انا مفجعش على ما شجعش. ايسا الواحد بقى مشجع على ريان مدريد انشت بكرة هيدا بماريانو. مين? ماريانو. لا والله. انا اشك. الفيروت. اشك. لا انا اعتقد ان هو هلعب بسي بايوس وتشاوميني. وفالفيردي. اه. وهلعب اسنسي وهلعب زي التشكيلة ماتش اللي فات. اسمع مني. بس اعتقد ان الكروس مش هلعب. كروس مش هلعب. كروس مش هلعب. اعتقد ذلك يعني. بس اخب بالك من النقطة برضو. اتحدش هجيما الاسس. هو ناس تكلم عكروس و مودريدش. كروس و مودريدش في مباراة زي بكرة. هو عارف ان الريتم البدني مش ماتش مش هيكون سجال زي مثل راميديو برشونا زي راميديو سيتي. فهو عارف ان هو هيفضل معظم لوقت ماس الكورة. فبدل ما انا معظم لوقت ماس الكورة. لبا انا عندي اتنين معلمين الكورة في العالم كله. مودريدش و كروس معهم الكورة. وتشاوميني ديسترويير بيلوم واراهم. لا اعتقد ده اللي هيحصل يعني. دولي. في اه. يعني نوجه رسالة كده لنادي فلامينجو. اه. النهاردة قناة تي ان تي البرازيلية. اه. بعد خسارة فلامينجو وتوديها الناس في النهائي. في صورة لو تتعرض. اه. صورة طريفة يعني. اه. حاطيني التاكت بتاعة مباراة ريال مدريد و اه فلامينجو. وكاتبين عليها كانسل. هتنى الصورة دي يا جماعة. اه. عشان اعرف اللي يقوله بقى يا جيمي. اه. فالصورة الصورة موجودة. اه. هي الصورة دي يا كريم. اه. حاطيني التاكت. كانسلاته. قناتي ان تي البرازيلية عرضت عرضت ده في بعد مباراة فلامينجو والهلال. اه. فخلينا اقول انه لا النادي الاهل هيحقل لهم الامنية. ان شاء الله. اه. فلامينجو وريال مدريد. يلعبوا تالت ورابع. اه. مونديال الاندية. وتبقىش كانسلات. لأ وتبقى التاكت مش كانسل. ده هتمنى ان هم ينزلوها ان شاء الله. اه بكرة بعد المباراة. ينزلوها من غير كانسلت. بقى يشيروا كلمة كانسل. والعبوا تالت ورابع. ويلعبوا تالت شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة كل التوفيق للنادي الاهلي بكرة نفرح مع النادي الاهلي الاهلي عودنا انه مفيش مستحيل مع الاهلي مفيش مستحيل بكرة الاهلي يكسب ريال مدريد ان شاء الله نحتفل به بعد نهاية المباراة اخليكم دائما معنا اشوفكم يا رب على الفخير